ازايك يا شباب عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير في الاول كده ما تنساش صلى على حبيبك المصطفى اللي هيشفع لك يوما كيامة وما تنساش تدعم اخوك بانك تدوس على زرار اللايك وتشترك في القناة وبنعتزل عن التأخير في تنزيل حكاية كانج بس انعوضكم ان شاء الله ويلا نكمل تدك السوتنا الفارس بيحارب عرب العرب بيهجب هو الفارس بنفس الوقت الفارس بيقدر العرب اوه على اسم حاجة فخمة هنا الفارس خلص على العرب جات لرسالة ان تم انتهاء الزعيم وانه هزم ملك الكارب هو ده كل اللي عندك باين ان هشهر بالملل لشوية وقت رينا افضل لابت واقع افتراضي في العالم المركز الاول في التصنيف العالمي وكمان اقوى لاب من حيث قوة الشخصية وافضل خلاص كفاية عظيم فيه لو بيديك فلوس مش يحصل ده كله النهاية ان اللاعب ملوش مسيء اسمه هو ميلو جود طبعا احنا هنحرف في اسمه عشان جود معناه اله فهنسميه ميلو بس انا لازم نتقاعد وركز على العالم الحقيقي في اليوم ده قرر انه يسيب اللعبة بشكل كامل ايه انت مساحت عسابه كونج يون انت متفاجئ كده ليه كونج يون اسمه في اللعبة ميلو انا منفعش العب الالعاب دي للابد لازم نركز على العالم الحقيقي ازاي ما اتفاجئش الشخصية رقم واحد اختفت دلوقتي بسببك كان ممكن تكسب عشرات الملايين اذا بات العناصر اللي عندها تستقدت يديني حساب طالما انت مش عايزه تبقى اللي اغنيها يا زي القصة انا مش عايزة اقول ندمان علشان كده قررت اعمل كده بالنسباني هل لازم ان استمتع بادعاب مش اكسب الفلوس منها ها انت اتامل ايه دلوقتي اروح الجيش واورس اعمال ابويا انا احمره عشان القت عليك كان فيه وقت لما انا قلت ده بيتقال دايما ان الحياة مش متوقعة بعد سنتين الحمرة هو ايه يص الحمرة هي دي لا انت حمار ريحت الكهل والعيازه بالله طلع منه وشكله عامل زي جبلين اي واحدة عايز تاخدها من الاتنين دول دي ولا دي تتكلم جد انت مستفز قلتلك انها مش دي عايز الحمرة اسمي هو كان هيون الجبلين ده اللي هيشن لي انا شغال حاليا بدوان بآلة وباخد تمانية دولار وتسعين سن في الساعة احمص يعني نقول انه شغال عشر ساعات يعني بيتساوه في الشهر الفين وستمائة وسبعين دولار وعدنا يا رب من اللي كان فاكر ان الوريس السري لمؤسسة دمسو اي وعا كده الهبوط المفاجئ ده بدأ تقريبا فاخر اجازة ليه في الجيش مع افلاس الشركة ابويه اساس العيلة بقى مريض وجاله مرض فجأة والديون كترت على عيلتي فما فيش خيار قدامي غير ندعمهم بمصدر اكل الاساسي وهو وجبات المتجر المنتهة الصلاحية انا لازم ادخل فلوس كتيرة علشان ادفع فواتير المستشفى الخاصة لابويه ومصاريف اكل لعيش عيلتي اتساءل اقدر استحمل لغاية امتى اهلا يا هيون رد علي سماتب اللي حصل لك انت فاكر ان انا لسه صحب على الاصدقاء مساعدة بعض دايما في الحالات اللي زادي يونج لسه مستسلمش انا الصراحة ممتن ليه انا من اختفى فجأة بعد افلاس عالتي مقدار شابة الاتصال بيه حسيت ان اتصال بيه هيقلم من قرامتي انت بتكتروا الرسائل ثاني انا رسلتك علشان في حد شافك وانت شغال في محل بقالة ايه رايك لو رجعت يا رينا بدلا من ذلك اه رينا بتكسب فلوس ماخران لو عملت بس مباشر بصفتك مصنف او لا محترف اتكسب فلوس كتير من 6 ارقام يعني ملايين انا كنت عايز افكرك ان اختيار متاحلك للمصنف رقم واحد سابقا رينا لو كانت اقدر استرجع مكانتي كمصنف زي زمان ففعلا هقدر اجمع فلوس منها لو كانت صح على طول راح يعمل شوبنج انا اللي وراه يا جماعة رايح اشتغل معاه يا الهي واعد فواه من الهبل انا ما كنتش ععف لما كنت بشيها زمان ما كنتش ببص على الساعة لكن وحدات المصنف ايه غالية جدا سعرها اضعاف ملتابي ثلاث مرات يعني بيساوي 8000 و 10 دولار يرس انا بيدلعوني المصنف ايه برده ب 600 دولار انا ليه مساحت حسابي في الوقت ده لالوقتي بتفكير في ده انا ضيعت كنت اه او بصوا مين هنا كانج هون انت مين ده انا كونج اه انت مش فاكرني كونج صح الوقت من شركة ابويا اعتقد ان العظيم ابن المدير التفريسي لمؤسس الدمسو يعتقد ان مش مهم علشان بيفتكرني ايه ده احضار تظهر لسه واغ ضحمك زي مكان وقت خد اللي انت جاهله ويمشي ايوا المركز زال عشان الشراء لكن عينتك مفلس دلوقتي انت عندك فلوس عشان تدخل مكان زي ده انت عرفت ازاي انت قصدك ايه عرفته وابوك مقالكش كل اللي حصل عينتك بسبب ابويا انت قصدك ان ابوك خنابويا ايوه اشتغل تحت ابوك لعقود وخانه وقتله عشان يترقه اوه سمعت ان ابوك كان ملطوم جدا وجاله انهيار انت لازم انت خلي بالك منه انت مش عايز يكون وحيد لما يموت مش كده ايها اللقيت العين وقفوك انت بتعمل ايه سبب وجود ابويا على سرير موتو وسبب ضمار رائلتي وهو انت انت بتقول ايه كل ده حصل بسبب عائلتك يا باك انت بتعمله جيبوا الشرطة هل باك اقسم اني هقتلك الفلوس هل الفلوس اللي عينة بغزين العظمة مخانش عالتي بس يتكلم بفخر عالي عمله انا هنتين منهم بس ازاي هنتين منهم انا مش قوى دلوقتي علشان نتكلم لقد وقع مؤخرا مقابل راتب نص مليون دولار من ملايين بس رينا يا لها من كلمة مذهلة في الواقع الحالي رينا عندها تأسير اقتصادي بفوق الخيال الكثير من الوظائب بتظهر مؤخرا بسبب اللعبة رينا انا محسيتش بالسوق او بالفخر او بالعار جسم تحرك لوحده اهلا هيون مرت فترة طويلة انت مردتش على رسالي يونج انا اسف ان اتصلت على فجأة انت بتقول ايه ايه اللي حصل انا قدر اساعدك اعزبك علي ارينا رئيس الفريق حصل حاجة يا فاهمة مليو رجا تم صنع شخصية بنفس الاسم وبنفس المعلمات مليو رجا مين مليو ده مليو اللعب العظيم انا اعتقدت ان اقول كده في ايه يعني لما يرجع ايوة سيدي مليو رجا خلاص عرفنا هي حد يتكلم عن موضوع ده تاني اعذفه من فضلك اديني حالة الشخصية اللي في البرنامج التعليمي مدير اللعبة الشخصية كان جهيو انا هللتوق اختبار كاسي الكوة السحرية المسؤول على اللي بيحصل جوه اللعبة الحقيقة انه حطم رقم كاسي اختبار كاسي الكوة السحرية اللي عايزك تديني الاختبار التاني لو كنت عارف الطريقة الوحيدة لتغيير وضعه فليكن اذا هبقى المصنف رقم واحد تاني تقدر تستخدم ده يونج انا اسف ما عنديش حق علشان اقول كده بس ههوضك عنده متكنت تفغيف انا مش فتكش الفترة طويلة اوه يشاقي ما تغتفيش تاني هبدأ اديك اختبار المستوى العاشر رفقة لتسجيلك فيو مرت فترة طويلة من اخر مرة قتلت فيها في اريلا اذا ده البرنامج التعليمي جان مظلم محارب مستوى العاشر مش وحش للبادر به لكن مش لازم نتحمس أخطر من اللازم لازم نهدأ آه يوني البرنامج التعليمي فضل كان أفلك لعينة خطأ أيها البشري خطأ لا معتقدش ده مستخدم في المستوى الأول منع هجوم من جان في المستوى العاشر عدى فترة طويلة جدا لدرجة أن منعت هجوم دون تفكير في اختلاف المستوى واسل ردة الفعل لسه شغالة سبب أن نقدر أن أكون الأفضل يا ميليو وأن مفيش حد يقدر مجارات مستوى تعقومي أيها البشري يجب أن أصبح أقوى وأسرع لكن هذا البشري اللي عينها أجواته بتبقى أكثر حدة فهمت كل اللي حصل ليه في صحابها يكون الأمر صعب عليك بالشهر اللي جاي أو بعدها عشان كده تعالى عيش معاه امتناني وعلشان أعمل كده لازم أن تبقى مصنف قرينا بسرعة مش ممكن حد يتصوره شخصية من المستوى الأول هزم جاي من المستوى العاشر أنت أفضل مكتير من اللي كنت أتوقعه أنت مخصرتش مهرتك يا ميليو تهانينا البرنامج التعليمي بيخلص هنا أوه أنت مسافر جديد شرفت بمقابلتك يا كنج دي مكافئة الإختار خاتم عملاق يحتوي على رواع عملاقة الخاتم نادر لأنه يحتوي على عنصر نادر لأمر كان أستعكي النهازي من جان أخدت بداية حلوة خلصت البرنامج التعليمي هاي يونج هوصلك تعالى عند البوابة الشرقية أنا هبقى الشوفير بتاعك من دلوقتي في كذا عنصر لازم نصنعه بخليها مرة تانية أنا عنصر استنى ورغولك وبيخطط لإيه دا لسه بدل اللعبة من فضلك سلفني 50 دعبايا علشان أنا معيش ولا دعبايا زمان كان فيه عنصر استخدمه كل اللعبي إيرينا المتشددين اسم الشغرة جرعة نقاط الخبرة كان عنصر مشهور لأنه بيزيد من نقاط الخبرة بتوصل لعشرين في المية لاربع ساعات الجرعة كان عنصر قيم بتتباع مقابل 3000 دهبايا للجرعة الوحدة بس المورد اختفى اختفت الجرعة تدريجيا من ذكريات الناس أوه كانت القصة كده لأن أنا الشخص الوحيد اللي بعرف إزاي أصنعها لذا لو بعتها في مزاد هقدر أبيعها بأي ساعة لكن مكونات النهائية مسهلة جزر شغرة البلوت وعصار الشجرة ميتة وفراء أرنب أحمر وإلخ مفيش جدوى من ده لازم نروح الزنزانة علشان أجيبهم مقدرش أدخل الزنزانة بتنتمي للقافة الحمجمة السوداء ده مش مكان المبتدئين الزنزانة هي مكان لازم نخشه علشان المقونات بقولك إيه أبعد عن مكان ده طالما أنت لسه لطيف بأن أنك مبتدئ أخليك تروح مرة واحدة أسرع وامشي في هدوء امشي عن طريقي أنا مجهور استنى يا مبتدئ أنت لسه بس ما يتنيش وأنا بقولك أمشي مبتدئ حياتي بتعتبد على اللعبة دي ومش عايز أهضر أي ثانية إيه رأيك فرهان لحصف الشخصية مع مبتدئ زيك إنت خاف إنك تعمل حاجة زي كده مش كده رأي نحصف الشخصية لو قصرت هتحزف شخصيتك بأن ما فيش حد من اللعبين يقدروا يعملوا بخطرة زي كده لكن أقبل أمرك انتهى هتكون مضطر لصنة شخصية جديدة بعدين يا مبتدئ يا العين لكن دلوقتي تغليد رأي نحصف الشخصية على وشك إنه يبتدئ اللعب كانج وضع الشروط الشروط هي أن الفاز هيأخو كل حاجة ويتم حصف الشخصية اللعب بارك قبل الشروط النزال هيبدأ مش هتقدر تهرب هخلص عليك في خمس دقائق لازم أن تقول كلمة أخيرة لشخصيتك أيها اللقين بتخافش مش هتاخد أي فرصة لقتال شخص زي تاني عشان كده فكر في الموضوع أنه دلس لقد بدأ النزال خلينا نشوف هتبدل متبجح لغاية امتك ده بس مش هتكون قادر على مجارات سرعتي وخفتاتها المبتدئ إيه ده صدها محاعل أنا أعلم مستوى كبيرة وعند عنصر فريد دلوقتي بتفكير بارن ومسترخي ضدن بالنزمة المبتدئ هو ممكن أن صياد قاتل متنكر بصفة مبتدئ هجوم بسيط ده بدأ يتوتر يلا ده عنده صغرات كتير همم أيها الفار العين ها هو فقط أحساسه بالألم بان إن ده هيكون أسهل مما كنت أتوقع لقد بدأ باستخدام خاتم العملاق لقاطق هترتفع لفترة سحقر كل ده حصل ليه المبتدئ هو مين أنت بتفكر في حاجة تانية وسط القتال هخلص عليك إذا لازم أن أمنعه ها ده جسمي خلاص ده صفة ده وقت مش عندك أي شعور بالألم لذا بالطبع مش أعرف بحال الجسم لقد فوزت بالنزال أتاخد مكافأة وفقا للقهضة الفائز بياخد كل حاجة كان عنده عناصر كتيرة يا لحظي خلينا نمشي للبحث عن مكونات ورشة عمل إسلام كابسولة خايدة الافتتاح دي بتندج العناصر بدل من اللاعبين ومع ذلك مش ممكن تعويض المهارة المنتج خلص دعار أن أقدر أعمل كده مرة كل شهر لكن خواسي نفتقرتي بشكل صحيح جرعة النمو السريع بدوام لأربع ساعات والحالة ندرة ودوقتي إذن لازم نجني شوية فلوس في اليوم ده في صفحة التجارة أعينة تمت إضافة عنصم متفجر على المتجر أي جرعة نقاط خبرة في مزاد كان في جرعة واحدة بس في المعرض اتجه مستخدمي المزاد تسبب في ارتفاع سائر الجرعة بشكل كبير من 6 شهور كان أعلى تمام باعة كان 3,000 لكن الآن بتباعة بـ 5,000 5,000 دهبة والدهبة بدولار يعني كان بيساوي 5,000 دولار بعد دفع فوقتين المستشفى ومصاريف أكل عيشي هتبقى 2000 دهبة الشغل ده أعسل من الشغل بدوام جزئي في المحل سواء هبقى لعب محترف أنا بحاجة لدفع المستواي وزياد قوة القتالية الشيء الأول هو رفع المستوى الحصول على المعدات لنستخدم الدهب المتوكي هاخد على معدات أكتر فايدة سطرة جلدية بانطرون جلد الخلد الأحمر سيف طويل حاد انت تغيرت من ساعة أخر مرة شفتك هل دخلت طائفة؟ لأ بص على الودة هو إشارة مرور حمكة أخبياء القوة العملية أهم من المظهر وجهك بقى زي اللون بنترونة انت كويس اديني مهمتي بس بان بسبب إحسائياتي ارتفعت بس أنا حاجز بخفة كبيرة دلوقت إن العراسل المخلفة تستحق فعلا سعرها بالطبع تروح الموضة القوة الفعالية أهم بكثير تمت المهمة Mission Complete امسك نفسك يانج أنا مش بلع باللعبة دي علشان المتع أنا بخاطر بحياتي كل دقيقة وكل ثاني عشان الفلوس التالي هي زنسات الجبلين أهدف للوصول إلى المستوى العاش كما هو متوقع في ناس كتيرة في زنسات الجبلين عايزين أعضاء لها في القتال القريب أنا مقاتل مدى قريب أقدر أنضم أكيد استنى لحظة باقي إن ما عندكش عناصر دفاعية روح لفريق المبتدين إحنا فريق متقدم إيه فريق مبتدين انت فاكين إن أنا بدون عناصر دفاعية أقدر أتفاد هجمات الوحش بسهولة زي الجبلين إحنا مرتبتنا لقونا علشان كده بندهر على شخص عنده خبرة لو ما كانش عندك مشكلة ممكن تنضم لفريقنا مفيش مشكلة بكده ولا إيه لا بالطبع نضم لكم هعتني بيكم لدرجة إنكم هتكون مرتحين على الآخ أخ على الرجلة بكلمتين سلمت نفسك أنا عن نفسك أنا قابل لأي كلمة أنا معاكم هنا لقيت عضونا الجديد هنبدأ بتقديم نفسنا أنا كهنة في المستوى العشرين اسمي سومي اسمي هيون أنا محارب بالمستوى العشرين نظام إلينا في إخفاءنا في ست الحالة المستخدم سرية أنا محارب بالمستوى 24 واسمي تشيور رامي أنا اسمي بايك بالمستوى 22 وأنا اسمي جاية أنا ساحرة بالمستوى 23 لكن هنتكون قويس بمقاطرة الجبلين دون عناصر حماية عندي تقنيات جيدة لغاية أبا من الوقح قول ده لشخص قندته أنت مش واصق فيه صراحة أيوه أنا مش عايزة أموت بسببك أعتقد أنه هنشوف معارتك قريب لازم أن تجي هناك دلوقت استعدوا لمعركتنا الأولى يخطوطي خلفية إحنا جاهزين الهجمة المزدوجة السهم السحري بال إنهم قلقين من المفاجأ إن الفريق شغال بشكل كويس وما ليه أزعجوا نفسهم بقبولي في الفريق أعتقد أنه ده مش مهم طبعنا برفع مستوى فده كل اللي أنا عادي فيو لأمتى كنا هنستنى ساعة هيون كنت كواس جدا أيوه سيفك كان بيزبح طوال الوقت دون توقف أنت بتستنظم عنصر معين قلت لك أنا واصق من تقنياتي أبا بسرعة وناخد استراحة ماشي خلينا تأكد أن كل جاهد هنتحدى الهوب جوبليل بعدين زي المقطط الهوب جوبليل يهزم أي منكم الزعيم من قبلنا الوحيد أيوه الزعيم صعب جدا مرت فترة من ساعة ما أزمت سومي تأكد من انتباه لتوقيت التعزيز جيدا أهزار أنك مضايش المعنى أما بالنسبة لي أما بالنسبة لشيون خلي بالك أنه ما تصبش حلفك جسامك وهو ده يعني أنه ما يخلوني في الخط الخلف المعرمي دولهانة الزعيم واللوقات الخط الخلفي اقتلوا الجوبليلين الضعفاء بينما يشتري عنوهيون شوية وقت وبالنسبة لسومي متنسيش التعزيز إذن جاء وقت عزيمة الزعيم راوغها أبا هيونج هل تحاول لدركة استخدامه السحب؟ هتكون مشكلة لو ضرب طلقت كرة نار ثانية لازم نهجمه قبل ما يعملها ثاني الخط الخلفي غطوني انتو بتعملوا ايه؟ غطوني آه تمام أما ليه وقفين بيبص بس أما العملهم الجماعة راح فان لجاء هزكورها مرة ثانية انت جاي تغلط دلوقتي آسف هم عايزين يموت ولا لازم نخلص على العجلة الأول لا مش الشخص اللي يموت من مجرد جبلين راح قطع ايده الخط الخلفي اهجومه دلوقتي تم الانتهاء من الزعيم احنا هزمناه أخيرا مش احنا اللي هزمناه ده هيون انت مدهش يا هيون كمان ثانية ويدور الضرب فيكم آسف على السهل هنعمل ايه مع العناصر دي يا هيون ما يستهقش ياخدهم كلهم الناس زور بتزارب الوجه الودي ولكن هيحاولوا قتلي لو خطهم كلهم انا هاخد عنصر واحد بس وامشي عايز بس البيضاء الكتاب مش هيفدني استنى تمام انا لازم انامشي دلوقتي علشان عندي حاجات لازم اعملها خلينا نشتغل تاني وممكن ابعتلك طلب صداقة خلينا لما نشوف بعض تاني عايزين يتحقوا علي ما ينفعش يتسهل مع الموضوع ده فيو في الاخر ديت اوصل المستقل 11 اقدر اخيرا اخذ ترقية الفئة برج الفئة اسم الشارع لبرج التقدم كل طبق بيمسي الفئة مختلفة وزي المتجر يعني دي حاجة اساسية للعبين في المستوى العاشر برضة وحش عشوائي ممكن تكون القنب او تنين حطي فيها شوية منة واتفقس بعد ساعة تمام انا اخذ فئة جديدة في الوقت ده انت عايز تبقى محارب وده مدير طبق المحارب خان خبور ايو انا جبت علشان كده انت حكيم يا صاحبي الفئات مهمة علشان تتقدم احنا مختلفين عن الفشل اللي في الطبق الدنيا انا اشوف اذا كنت تنفع تكون محارب او لا هنعمل تست محاربة تمام هو لازم ان نبدأ اخليك انت اللي تبدأ تعالي تمام انا مش هار في الطلبة ايه الهجوم الجامل ده ده مقلوف مع السيف ده مختلف عن المغامرات التانين اكتر من كافل يكون محارب بس هو لسه مغامر صغير باخدش فئة لسه نقصه كتير عشان يزمني وقلب على كات ومن كده المهم كان يقدر خان بالرجل المنع بها سيفه ومنع سيف براقلا مذهل بس نفعت في الواقع كان عنده فرصة ليفكر ازاي يرد ويروق في نفس الوقت مش بيتبع السيافة التقليدية بالاخر يعني بيعمل اي حاجة علشان يكسب في دمج الدفاع عن النفس بالسيافة يا دي موهبة طباية اوقف ده كفاية انت موهل امسك العقل يا خانج كان لسه يبدأ يسخن ده كويس بشكل كبير انا كخان اعترف بيك اتقدمت لمحارب قوتك البداية زيت 19 نجات المهم اخد مهارة اعتراف خان فاجوم الاسلحة القريبة الزيت بخمسة في المية واخد ثلث مهارة اتقان السلاح وسب وضربة مش عارف الصلاح الكاتب يحترم انا قد بتوقع زي باية المنهة رقلة الصاروخ الارضي جوا بعد كده عم خان بيديله حاجة وقال له خد دي انت تستهيلها ببقى انك متأكد من قوتك دور على ملك العملة اللي معها قوت ديه عملة الفاذ كيون ولو لقى الفارس هياخد مكافهة مهارة لبرون لبرون ده بيقوض جيش في ارينا هو الاقوى في مملكته المكافهة اي مهارة اقوى فارس والامبراطورية هتساءل هل قراري كان صح ولا غرض مش عايزة ضيع وقت سلام كل ده كان متوقع انا خلصت مهمة خفية المهمة الخفية تبقى في العاب الدنجل والعالم المفتوح لكن لمهمة من الدرجة ايه انا لازم نوصل للمستوى 50 البيضة تفئس كمان دقيق اه اوه البيضة صح انا كنت بحظوظ جدا نهاردة ايه اللي حصل لو جالي حيوان نادر ممكن نحصل على تنين حاجة صعبة شوية البيضة تفئس للقول تنين اه مستحيل نكمل من ساعة موقفنا ساعة مالبيضة العشوية بدأت تفئس ولو انت بشفتش الجزء الاول هتلاقيه على القناة ويقول كانج يا ربي تنين ويطلع دب بقول له خطأ ده دب لطيف ويقول له الدب انت مش هتعرف تستوعب هيقتي من كتر جمالي فبيقول له كانج حيوان اليف بيتكلم فبيقول له الدب ليه انت مش بتعرف تتكلم ويقول كانج حيوان اليف بيتكلم اول مرة اسمع عن حاجة زي دي اكيد دي حاجة نادرة انا لو بيت واخد ده بديه وبيقول كانج على اي حال انا متأكد انه يجيب لي فلوس وبيركب تضبه فوقه وبيقول له اسمعلك تخدمني يلا مشي يا بشري وبيكمل الكلام وبيقول ما لك يا بشري اتحرك في بول كانج انا مش عارف اللي بيحصل ده بس انا متأكد من حاجة الوقت اللي خرج من بيتة الحيوان الاليف هو ملكي ومحتاج يتربه بقول له انت ازاي تجر انك تعمل كده فريس جزيرة الطنين وبع ذلك انت مؤهل لتكون سيدي انا عرفت دلوقتي انت مش هتخلف بنتي ابدا وبيقول له كانج اسكت خلي بقك مقفول البق ده لازم ان يتقفل الدب كان اصدر ان كانج قاسي فمش هيخلف بنت وبيقول انا قابلت سيد عنيف وبيقول كانج مهاراته زبالة جدا وبيلاقي مستوى الدب خمسة ونسبة المواد ده العلاقة يعني اللي بينه وبين كانج صفر البنية تلاتين القوة خمستاشر السعر تمانية وخمسين الرشاقة خمستاشر وبيقول له كانج انا اسميك تانجي زي ما فجمها تانجي وهي كلمة معناك الكسول والغبي وبيقول له تانجي اسم حلو خلينا نحرع حصان خشبي وانك والعيش محمس فبيقول له كانج اسف بس انا اسجل خروج دلوقتي فبيقول له تانجي انا لسه عايش من كم دقيقة بس وبيمشي كانج وبيفضل تانجي وبيقول انت انسان وقح ويدخل على صاحب يقول له انت خلصت خدت ايه النهاردة فبيقول له فيها وحيوان اليف متوسط فبيقول له خدت فيها اذا انت المفروض تبدأ تساعد فبيقول له ايه فبيقول له بسك اللعب الاول مرة فبيقول له كانج بس سمعت ان البس ده مربح جدا اليومين دول فبيقول له تمام عايزك في حاجة تعملها فبيقول له كانج ايه هي الحاجة دي فبيقول له كل مرة لما تيجي تدخل اللعبة سجل لعبك وانا هاخد المقاطع دي وهامل فيديو دعائي هنشره في عالم ارينا فبيقول له كانج عالم ارينا الكون اسهل من الفعل فبيقول له صاحبه ما تخافش نوراك ويكون مديرك الخاص لو الناس عرفت ان اللعب رقم واحد سابقا بدأ بس هيكون في عدد كبير من الناس اللي هيكونوا عايزين يتفرجوا فبيقول له كانج انت متحمس كليه اكتر مني فبيقول له ده ميلو كانج الاول مرة ازاي مش هكون متحمس اللي مفهمش زايي انا هبستطالك اول مرة كانج هيطلع بشخصية ميليو فبيقول له ان احاول اوصل لمستوى تطلعاتك وبالروح للغابة الغريبة السوداء الجان اللي كانج يحارب زيون في الجزء الاول فبيشجع تانجي وبيقول له اول صد لنا مع بعض اقدر اخد عليك فبيقول له بالطبع اذا خلينا نبدأ في رفع مستوى انا زي المجنين ايوه يلا يا سيدي روح انا اشجعك فبيقول له روح للجحيم انت وتشجيعك ده وباللاقي السيف لونه تغير وبيلاقي تانجي فعل مهارة ندرة اسمها روح الدب مستوى الاتقان ف والمهارة دي بتزاوط نقاط كانج بنسبة 5% وبتقاط 5 دقيق وفعل مهارة ثانية ندرة اسمها بركة الغابة مستوى الاتقان ف بتزاوط الدفاع بنسبة 5% وتمانية واحد من عشرة نسبة للتعافي وبتقاط 5 دقيق فبيقول له كانج ده حيوان الاف معزز مش مهاجم وبقول الجن لكانج انت يا بشري ازاي تجرأ انك تتخلى عن حرصك قدامنا وباللاقي كانج لطشله وقال له انت قلت ايه انا اتخلت عن حرصي فوق يا حاج واسحل الكلام فبيقول كانج تانجي انت متحققش منه بشكل كويس مبارح انا مكنتش بتوقع انه يقدر يعزز قوتي وبنيتي ودفاعي واي لاخ وباللاقي حد يتجسس على كانج وهو بيقاتل الجن ويطلقه فريق يتجسسه على كانج وبقول له الرامي هو ده فريستنا النهاردة وبقول له الرامي بدلت رياح وبنطلون جلد ده لعب غني عشان يشتريمه فبيقول له المدافع ايه الخطة النهاردة فبيقول له الرامي فريق جديد ايه رأيك؟ فبيقول له المهاجم ده كويس انكم تتكلموا بلطه فأصدوكم ان انا اعمله فخ ولما تيجي الفرصة ان نهجم عليه فبتقول له الدهامة طب هنعمل ايه لو طالع جامد انا بقول له على نفسك يا رحمن يا رحيم اصلي شكله متعود على الكتار ايه مع مهاجم البت شكلها عبيتة ومتحوق عليها فبيقول الرامي اعمله ايه يعني لو طالع قوي المستوى المعروف للعب في الغابة هو عشرين ما عندوش فرصة انه انه يتفوق علينا احنا اللي فوق المستوى الاربعين مفيش حد يقدر على التفوق العدد ده ايوه دي يعني مش اول مرة ولا تاني مرة انتهى الان وخلاص فبيقول اسفة اذا انا فريست النهاردة فبيقول له واحد طيب امتى انك تدي نسرق فبيقول انا سجلت ده بس صيد اللجان المظلم مش كافي علشان يعمل تأثير فبيقول تانجي سيدي الشاقي انت كويس جدا فبيمسكه كانج وبيقول له ولا انا مش جايبك معي علشان تشجعني من بعيد تاني حاجة مش اسمها سيدي الشاي اسمها سيدي وبس فبيزود الطين بالله وبيقول له يا سادي يا غبي انا اديتك تعزيز فبيقول له كانج القتال مش بنتيه بتعزيز بس انت عندك نقاط بدانية كتير فلازم ان تستعملهم وبيقرب واحم الفريق على كانج وبيلاقي فريقه جاي وراه ايه ده انت بتصطاد لوحدك ما تيجي تصطاد معنا في الفريق فبيقول له كانج فريق بيقول له الرامي هو شكله القائد بيقول له من البوهر ان انا نشوف لعب في الغابة السوداء محاربين ورامي وكهنة هم ليه بيحاولوا تجنيدي ما اني مساحل وكمان هم لابسين معدات من المستوى العشرين بس السيف ده محتاج على اقل مستوى اربعين من الواضح انهم خايفين مستوهم ومظهرهم دول شكلهم قتل للعبين لو دول فعلا اللعبين قتلة فهي دي فو سيتي فبيقول له كانج انتو فعلا عايزيني انضم معاكو انا معنديش مانا فبيقول له الرامي لقى انا واحد ههبل تاني فبيقول انا رين في الخط الخلفي وفي المقدمة كال وقراه فورد والكهنة دي باسيل فبيقول له انا يونج وانا تانجي فبيقول كانج ان الامر هيكون مريب لي لو قلتلهم اسمي الحقيقي وقال له واحد ماسجان وعمال يلطش له وصاحبه عادين بيتفرجوا وبيقول له عدوه ضرب الجان واستخبه ورا المهاجب وبيقول الجان مهارة الوسب ويرجع يضربه واستخبه في المهاجب رفع ضغط الجاني وبيقول له يا بشري يا جبان وبيقول كانج عضاء الفريق اقوياء فيخليهم يدفعوا تمن محاولاتهم خداعي ده يزيد مستوى اتقام مهاراتي وبيقول يلا يا فريق الصيد بعد ساعة بيقول المهاجب اي النوع الحمقه دور يبقى ده بيدرب ويستخبه ورايا بس ده بيستخدمنا كادوات دفاع وكل ما حاول اضربه بيراوغ الاجمة انا هموت طب هنفضل كده لغاية امتا مستنين فبيقول المهاجم الثاني فكرة الفريق حلوة مش بطارة لكن مش هتبقى حلوة لو فضلت كتير فبيقول لرامي انا كده 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 كنت مخطط ان اخلص الموضوع ده وتانج يقعد بيتصنت عليهم فبيقول الواحد واحنا من قاتل الزعيم اقتلوه واكنناها حدثة فبيتفقوا على الفكرة دي فبيروح يقول لكانج انه ما يطعنوا من ظهره وهو بيقاتل مع الزعيم فبيقول له ايوه يا سعيدي فبيقول كانج اه دول اكيد لعبين قطلة وبيقول انه مستويه عالي كتير بسببهم ومهماتي خلصتها لاذا هم خلاص ما نومش لازمة هقلص عليهم ويفكر في عنوان للفيديو لعبون قطرة ينالون جزاؤهم ده موضوع حلو للفيديو مش كده يونج هيحب ده اكيد انا اقتلكم جزاء ما حولتكم انكم تتعنوني في ظهري فبيقول له تانجي وشك بقى اكتر شر فبيقول الرامي يونج احنا ياسفين انه خلناك تستنى ده كله فبيقول له لا عادي فبيقول له احنا رايحين نهجم على الزعيم هتيجي معانا الزعيم فبيقول له كانج هل اقدر اقدم اي مساعدة انا حاسس ان اقوف في طريقكو بس هتقوف في طريقنا يا راجل انت عندك ضرر هجوم عليه فبيقول له في سره هو بيهزر صح وفانا عاز يرجع وبيوعد ويعزم عليه ويتحيل عليه فبيقول لهم خلاص انا اشفقت عليكم وجاي معاكم فبيريس عليهم وبيقول لهم خلونا نفس التشكيل له فبيقول رامي تمام فكانج بيجلطهم وبيقول انا اتكرم عليكم واعلمكم ازاي تحربوا انت خانزين يا كانج والمواجه ما يفرقع من قطر الغاز وبيقول استنى علي بس ويبقى صرر الزعيم وكانج ويا فراه المهاجمين هم مطحونين هناك مع الزعيم الزعيم اتدور الضرب فيهم والزعيم مش راحم وبيقول انت ازاي تقع من الضربة دي انا ضربتك ضربة بسيطة برجل بس فبيقول الزعيم لو انت جاي تقع سكوتك فانت لازم ان ترى اداب المحارب انت مستواكا مخفض جدا وده بيبقى رئيس اللجان المظلم وفيش غير اللجان في القصة دي ولا ايه مفيش وحوش تانية احنا عارفين ان اللابسين مواد مخفضة المستوى بس ازاي الرئيس ده اقوى للدرجة دي ان الناس في المستوى الاربعين مش عارفين يتعاملوا معه ونروح فلاش باك وبيقول الزعيم ان الشخص ده يكيد اصدع لكانج انه حاول تقربة مهاراته على الزعيم ساعتها ييجي وقتنا انا اضرب ساهم شلل لما بسيلت ادينا اقشارة عشان كده ركزوا للهجوم عليه فبيقول المهاجم في امت والمهاجم التاني بيقول انت بتخطط انك تخلص عليهم بهجوم واحد وبيقول المهاجم اللي كانج يجنينه خليني يلعب معاه شوية لما بيتصاب بالشلل فبيقول له كال انت مجرد واحد مختل عقليا فبيقول كانج فترة التهديئة على وشك الانتهاء فترة التهديئة دي هي دي فترة استرجاع المهارة لانها بتاخد وقت علشان تشحن فبيقول الرامي للكهنة ابدأي فبيقول المهاجم اخيرا بدأ واسه يضمن ناكله العامة كانج وبيلاقي الرامي بيصاب ناحي كانج وتانجي بيتسلقه انا مش عارف اعلى اقول ايه بس استرجي اليسطة فبيقول المهاجم ده ساب حراسه ازاي هعزبه علشان اتمتع والساهم ده ساب الثلاثة وجيه فيه هو بيقول المهاجم كلب فبيقول التانجيرين للعين هو اللي شتت انتباهي فبيقول تانجي انا مش تانجيرين بل تانجي بصوا على ردة فعلا وشه فبيقوله كانج انا اسف تانجي عائل صغير شائي بيحب اللعب وهو ايه اللي بيحصل فبيقول الرامي للمهاجم وراك وبينلاقي اللجان رفعه من فوق من رقابته وبيقوله ان الضعفاء هم بس اللي بتخلى على حراسهم بينادي على كانج بيونج طبعا فبيروح كانج مهاجم على رئيس اللجان وبينلاقي رئيس اللجان ما لمحط غيرت من الغضف فجأة وده بيكون بسبب يصل انك لسه ما عملتش لاك ولا اشتراك تنويه مهم جدا جدا بسبب تأكير الفيديوهات مش بسببنا يا جماعة ده بسبب المايك المايك اللي معنا حاليا ما فيهوش خاصية ملع الازعان والشخص اللي بيسجل قعد في عمارة سجنية فبيقول تلاتي ايام بيسجل بسبب ان المايك بلوت اي ادوش حتى تسجيل لان التلخيص بياخد يوم وثلاث ايام تسجيل وخمس ساعات منتاج فبسبب تأخير التنزيل هو المايك فتمنى انك تضامونا بلايك علشان اليوتيوب بيرشع الفيديو لحد غيرك والاشتراك علشان عايزين نوصل الف مشترك ونشتري مايك جديد وطولت عليكو يلا نكمل وبينلاقي بطلنا غرس الصيف في المعاجب فبيقول له هو بيدخني يشمعنا الحركة النهائية طعنة فبيقول له وبيعمل ايه فبيقول له انت اصدق ايه رح قال له كما تدين تدان طب قال له الجن اللي مجنبيك ده انظامه في المحاط سريع فانت متعرفت ده رح تنجي قلده لما قال هو بيقاتل الزعيم اختروه واكن هو بالزبط فبيقول له انت عرفت ايه وبيعيده الهجوم الثاني والبطل بيصده ويكسر السهل وبيقول من السهل كراية حركة السهل المتحرك مباشرة المنهة بقيت مهزلة كده ليه تحس قلبت على كابتن ماجد مش عارف ليه المهم المهاجم بيقول لو كنت قادر اقوم كنت اخلص عليه بسرعة والله الرئيس اللي جان بيقول له المهزومين مش مسموح ليهم بالكلام والمعلم عمال يدور الضرب فيهم وما يعرفش ان فيه واحد مات وبيقول رئيس الجان ان البشر ده مبهر ومسير للاهتمام وبيقول مع ده مخلص عليهم انه مستوام اعلى مني بس مهروحهم ضعيفة كده الفيديو مش هيجيب مشاهدات بس لازم ان وقته يكون ممتع بس الاسف القصة خلصت لو اقدر بس الاقي خصمة ثاني علشان اقدر استعرض مهراتي قدامه بيلمح للرئيس فبيقول له الرئيس انت خلصت يا بشري ان مقتهرت شخصي قوي دي حاجة ممتعة جدا البطل في عالم وازي بيقول ان اللاعب من المستوى العشرين هزم رئيس جان المظلم دي هتكون حاجة ممتعة وبنطلق الاثنين اللي موجد بعض والمعركة خلصت زي ما توقعنا فبيقول له صاحبه انت ازاي تقدر تقابل ناس زي دول فبيقول له ان يوقع العناصر من القترة دي اشبه من مدهمة الزعيم الكنوز والاسلحة اللي بتبع معهم وانت عملت الاثنين النهاردة يعني ضربة عصفرين بحجر واحد والناس دول وقعوا عناصر كتيرة بسبب وقوبة القتل فبيقول له صاحبه الفيديو هيكون حلو لا مفيش بيفكرني بنفسي انا والمحرر قبل ما الفيديو ينزل فبيقول له صاحبه احنا عايزين منتج فيديوهات مناسب فبيقول له انت اصدق للبس فبيرد عليه بيقول له ايوه وبينلاقي فيه ورقة مطبوعة لها مشروع جعل قناة انا متوينزي مشهورة اكيد باللايك والاشتراك وبيننتقل صاحبه هو بيدور على منتج وبيقول ده بعيد وذا لأ وانا لازم اعلل اجر فبيلقى مخرجة اسمها اليس الانجازات اكتر فيديو مشهورة في عالم الينا اليس منتج معروف بانه مختفى ما بين الصناع المبتكرين في عالم الينا الملخص انها يمدح في منتجين اللي هو المحرر ويلاقي شخص قاعد منعزل مع الكمبيوتر بتاعه وعمال يرفض في طلبات الناس ويوقف على طلب يونج فبيقول يونج تشام مش الشخص ده هو اللي قدمه لي يا مايكل ويدخل يشوف الفيديو على قناة انامي توينز ويتصدم من قصة الامير ديفي والبطل كانج وبيقول ده الشخص اللي بيرفع فيديوهات ميلو قصة صيد مسالية تقدر حتى انك تشوف تأسيرات القتال مع الزعيم موزهل انا عايز اشتغر ويطلع اسمه اليس مش اليس مش بنت يعني المهم بيقول انا ابقى من معجبينك من دلوقتي انا هرفعك لكمة الشاشة الرئيسية اليوتيوب وننتقل للبطل وماسك كتاب اسمه كتاب معارة نادرة عشوائية الدرجة نادرة التأثير لما بيستخدم النعب الكتاب اي استقبل مهارة فبيقول كانج انا قدر ابيعها واخد فلوس كتير بس ممكن ااخد مهارة كويسة لو استخدمته يا تانجي خلينا نقول ان عندي ارض مش مزروعة انت بتعتقد ان من احسن زراعها ولا باعة يا رجل ما لقيتش غيرتانجي وتسأله فبيقوله الشخص اللي هشتريها يعمل بها ايه وجهة نظر برضو يا زراعة طيب انت هتباعها ليه انت فقير مش قصدي كده انا باعت عناصر القتلة فمش لازم انا باع دي يلا انت كده كده مش دفع فيها حاجة ما عنديش حاجة اقسرة انا استخدمت الكتاب المهارة انا ادرى بشكل عشوائي وبيجي للبطل مهارة الدم مقابل الدم اللي معاه النوع السلبي الدرغة نادرة اللي تقان اف التأثيره هو انها بتتحمل ١١٪ من دفاع الخاص فبيقول عظيم ان استخدمتها يا تانجي انت بتجيب الحظ وتانجي المسكين قاعد بيقول له نزلني بعد كام يوم اترفع فيديو هيون على العالم ارينا العنوان لعبين قتلة ايه يصطى المشاهجات دي كلها يا هيون طب يصطى اعمل لايك واشتراك ازين بقى زي هيون الردود كانت صاحكة وبالذات الناس اللي تهجموا من قتلة رائع لقيت اكتازنا ١٥٠٠٠٠ مشاهدة انا عرفت دا إليس منتج عظيم ففي انهم هيسعوا للافضل حسبت انهم هيعجبوا بيه هيون والروح لقاعد فريق قدرت اعمال نايك كيل وبيقول كيل فيديو على عزيم القتلة لأدوار معكوسة والمتعة دي وبيجيب الجنوة بيهجم على كانج وكانج مش راحم وعمال الاطر فيهم وبيهجم على كانج وكانج بيتبدأ من منتهى السؤولة فبيقول كيل لاعب في المستوى دا يهزم رئيس جن المظلم بسؤولة من خلال جود التعاكمه انا كنت بضيع وقت على مرشعين كاحيانين اللي هيب دا الواحد محتاجه علشان يكون نجم لازم ان نكون معه في نايك قناة ارجون دا قاتل للنموس دا مش مهم اسم القناة المهم نكمل هتواصل معه من الاول وبننتهل للغابة الشمالية السوداء والله يقول دراعه بيطير فوال المشهد الغنان التاني قاعدة بتتفرج فبيقول كانج تانج العزيز فبيقول له علم يا سيد الغبي وبيقول كانج مستوى بارتفع بسرعة اكتر من الاول انا لعبت مرة بصفة ميليو لذا كنت مفتقد للمعلومات والعناصر اما دلوقتي فده سهل جدا لكن بما اني متأخر في اللعبة فانا لازم نرفع مستوى بسرعة ويطلع لنا احصيات كانج هو في المستوى ال 24 وبالله الرشاقة زادت 20 والقوة زادت 68 والبنية زادت 58 وتبقى خمس نقاط فبيقول كانج من السهل عزيمة العداء دلوقتي فبيقول تانجي سيد الغبي بقى قوي فبيبص على نفذ التانجي بالله يوصل للمستوى ال 15 الكوة 35 والبنية 58 الرشاقة 35 والسحر 98 بيقول انت بقيت في المستوى ال 15 وان كل الحيوانات اللي شفتها عندها زيادات مختلفة في الاحصائيات العادية من 3 ال 5 النادر من 6 ال 7 والفريد من 8 ال 10 ده زيادة عدد النقاط ده كده معناه ان تانجي حيوان نادر وبيكمل تانجي بيقول ان تعزيزاته عظيمة ويضر يبقى مهاجب بعدين بيقول له نتعبان شني بقى بس كانج ليه رأيه تاني والله تانجي ده صعبان علي وبيقول له كانج اتأكد انك تخلص شغلك كويس وما تخليش وراق حاجة مفهوم سيد الغبي وبيلاحظ كانج ان فيه حاجة بتلمع جنب الوحش بيقول انا اعتقد انه شفت في حاجة زي كده في عمري فبتيجي رسالة وهي ورئيس قبيل زيبل مارك فبيقول بتعجب ورئيس قبيل زيبل مارك ولن لازم ان يتم الاعتراف بيه من زعيم بطل المارك علشان يقرف يراجع العقد ويكون من الصعب يهزم الباكل ده كان اللي هو بطل المارك والرئيس راكون هو مجرد نبك انا مش عارف ايه هو النبك ده بس المحر بتاع المنع مش ايه لحاجة ده مهمة من البرز دي فلازم ان اكون من المستوى الثلاثين على القل فانا محتاج اربع مستويات كمان انا قررت ان اكمل في الصيد يلا يا تانجي فبيقول له خلينا نرتاح شوية يا ساد يا شرير بطيق جدا وبيقول كانج انا بالعافي عليك مستوى واحد في حدود ان اقدر اوصله الوحدي وبيتجنن عليه تانجي وبيقول له لوحدك ايه يا عم انك بتعمل ادعامك من الصبح عمل زي القطط بتاكل وتنكر وبيقول كانجي متجاهل تانجي تماما انا نظم ان انضم الفريق عشان مستويه يعلى بس لو كان في شخص اقدر راسك فيه وتانجي هيتقوله ار بعد بسمع الكلام ده ويسمع صوت كتال وبيقول تانجي عملة زي الكمبنة انت عرفته اصلا منين الكمبنة وانت مش بقى لقاقتر من خمس ايام وبيلاقي واحد بيستخدم السحر وبيقول السامة السحري وبيعجم على الارك ويكمل عليه بكرة النار الارك بعد الشد والجزء ده بيبقى بزمه الله وقول ده الارك العاشر وبنعرف اسمه واسمه هو ماسون المنة بتاعتي بتخرز بسرعة الجرات اللي معي قربت تخرز ده كفاية النهاردة بيبقى في حد لما بيبقى السحر لوحده بيجي من وراء تانجي وكانجي بيقول له بعد اذنك وقول ماسون وحش انا حتى ملحدش ان ارتاح وبيقول السام السحري وبيعجم على كانج وبيقول ده لاعب وبيطلع كتفي كانجي هو اللي اتضرر وبيقول انا اسف وبيعيط تانج وبيقول ده كان خطير وبيقول الشخص ده راوق سحري من مسافة دي وبيقول ما تقلاش ده غلطتي ان تلات فجأة انا هيون وانا ماسون وبيقول له ماسون انت عايز حاجة مني وبيقول هو مين الشخص ده وماسك دب في ايده شكل مريب وبيقول كانج كوته السحرية وصورة القاو جيدة نوعا ما وده مطبق للمواصفات وبيقول له كانج انا لقيتك بتصيد لوحدك ايه رايك لو كنا فريق فبيقول له ماسون فريق وبيقول انا بوعيدك انها ساعدك انا قوي وتانجي مستخبي ورا كانج وخاف من ماسون وبيقول ماسون انا مسميتش عنه قبل كده بس ده روق ضربتي فاكيد ده لاعب مش عادي ومن الصعب ان اصطاد لوحده ودي فرصة حلوة وبيقول له تمام قشطة في مكان في الغابة السوداء وبيلاقي غولة فلق نصين وبيلاقي واحد لبس درع فخف وبيقول ده مزعج وبتقول له البنت اللي وراها شون استمتع شوية طالما احنا جينا هنا وبيقول لها المزعج دايما مزعج وشكل اخينا ده خلق دايق حبتين وده بيطلع شون من نقابة الجمجمة السوداء وبتقول لشخصي تاني جون انت مستمتع بالجولة انت مش حاسس بالعمال وبنعرف اسمها وبيطلع اسمها جاين من نفس النقابة اصدقاء عمل بيقول له اكيد انا اول مرة حسي الاحساس ده وده بيكلم بارك فاكرينه وبيطلع برضه من نفس النقابة وبيقول انا اسمي بارك من نقابة الجمجمة السوداء المشهورة حسابة حزف في حدثة قبل كده لان القوات الاولى قدروا مساهمتي امروني بتكوين شخصية جديدة واخش في فريق مع الاقوياء اللي غاية ما ارجع على مستوى الاولاني سبب سكوتي بسبب الجمان اللي اتعدى على منطقتي وفاز بغير عدل باية انه مغلوم من كانج ومعتمد على جزل معاتي الدول وبتقول جان ان الاورك قليلين كده ليه شكل فيه فريق تاني هنا وبيقول للراجل ابو خلق دايق هاتفنا كان النهاردة ان نوصل لمستوى 25 لكن شكله هيكون صعب هنتطر ان يجي كذا برا وبيقول لها فيه اورك بيتشكل هناك وبيقول لها اروح اخلص عليه بتقول له استنى يا جون وبيلاقي جسس اورك مرميه على الارض وبيقول له كانج ده حاجة حلوة احنا كونا فريق مع بعض احنا بنشمل فريق جامد نتقدم في مستوى بها سهل مع ان التقدم لوحدي ايوه انا مستوى برده ارتفع الخطة ان كانج بيستخدم الناس قطاع بيستدرك الاورك لمنطقة معينة وبعدها همسهم بيستخدم سحر وسع النطاق لمهاجمتهم وبعد كده اجي خلص عليهم كلهم ونفضل كده بس مستوى ارتفع جدا وتانجي مش بيبطل على طلب الكلام وبيقول مهاراته عظيمة انا اسمح لك تبقى خادمي فبيقول له من تحت يا له من ضب لطيف فبيقول له كانج انت متأكد انت فاكر ان اول تحية ليه كانت سهم سحري اه نسيت انه ده بتسبب زعر بدون اي تمييز وبيقول مسون الترفين كانوا غلطانين وبيقول تانجي يا سيد الغبي ده ظهر نفس الارك راح جوهن رايع عليه وشكل مكتوب عليه ان كانج يمسح بالبلاط فكل مرة يجي جنب كانج فبيقول له كانج انا يخلي بالي منه حافظ على المنة بتاعتك فبيقول له خلصانة وبيقول له كانج مهارة الوسب وبيقطع الارك وبيلاحظ حاجه وبيطلع الخيشة بتاعت مسيح البيت بتاع كانج وبيقول لي كانج انت اللاكيت ده وبيقول كنت بدور عليك وبيلاح كانج ادي له واحدة رفصة حصان بياخدها والدموع بتتطير من عينه فبيقول له ايه ده انا حسبتك وحش انا اسف وبيقوم جون وبيناد عليه وجون مش بيرد وبيبص له ماسون وبيقول له مكانش غلطتي هو اللي فاجئني وبيقول انت دربتني عمد وبيقول له هو ده وبيطلع وشه الطبق من الضربة اللي خده وبيقول انا خلال اللي قيتك انت سبب في حسف حسابي وبيقول كانج انت ماسون منكز على مناخيره اللي بيتشبه بنوكيو وبيقول له كانج اسمك كان ايه فبيقول له بارك جون وبيقول ماسون هيونج طبعا هيونج ده اسم كانج في اللعبة طبعا هو اسمه هيون وصاحبه بيقول له ساعات كانج فانا رسيت على كانج عشان ما تلغبطش وبيقول له انت عارف الشخص ده فبيقول له ايوه ده صديق غبي خسر شخصيته فرهان حسف الشخصية فبيقول له بنوكيو قصد جون انت بتناديني بصاحبك بقول له اثنين من الاقواء معايا النهاردة انت هتموت فبتقول له جان امسك اعصابك يا ريت يا صاحبي تدعمنا بلايك عشان يوتيوب يرشعه لحد ثاني وكده انت بتكون دعمتنا واشتركها عشان عايزين نوصل لالف ومشترك نشتري مايك جديد ما تنساش توصل الفيديو لها ستين لايك فبتقول له جان احسن لك تسكت علشان في حدود لصبري فبيقول له صبرك بقول له بصيغة المذكر ده تعمل ايه يعني لو صبرك خلص انا مش خاف من نقابة العظماء المعفنة فبتقول له جونجومة السوداء فبيقول ماسون لكانج دول شكلهم في المستوى ستين عقل تقدير مش هيحوله يزوك مش كده ولا ايه فبيقول له لو حصل كده فما تدخلش ده احسن لك فبيقول شون يلا نمشي وبتقيد جين كلامه وبتقول احنا مش فاضين فبينادي عليهم بيقول لهم انا اسف اني بقول لكم كده بس انا اقول للقوات العليا ان جين و شون عربهم من بعد سمعهم اني نقابتهم مش شاتبت فمن فضلكم اتبعوني وانا هنتظر بعدين فبيكرر شون انه يدخل وبيضرب جونج بالصيف وبيقول هيكون السود اسرع لو اختفى الفريق التاني فبيقول له انت عايز تتخانق فبيقول كنج انا موافق بس على رهنات حزف الشخصية فبيقول ماسون انت لو خسرت شخصتك هتتحزف وبيقول تانجي و ايه اللي هيحصل لو انت خسرت فبيقول له هتتحزف برضو فبيقول شون تعالوا لي انتو الثلاثة مع بعض شروط الرهان حزف الشخصية الكذبان هياخذ كل حاجة ومعرفة القادة انت في المستوى العشرين هو مغرول او كده ليه انا هقبل التحدي ومعركة القادة هي ان كل قائد من الطرفين هيحارب الفائز هيفضل ثابت والخصم التاني هيتقدم لغاية مجانب هيكون كل عضاءه خسره بس كده القتال اول بين كانج واللعب شون وجون مش عايز يسكت وبينكش في شون وبيقول ما يا سونج كانج انت هتكون كويس بقول له تانجي لو قزرتها ودلعن فيك يا سادي يا غبي وبيقول ما تخفوش القتال ده سهل جدا عليا وبينتظر رسالة من نظام ان القتال هيبدأ بقول شون انا هخلص عليك بضربة واحدة عشان احنا مش فضيل ليك وبيقول كانج الموضوع اقول له عايز مني كذا ضربة عشان فرق المستوىات هم عاشر ضربات كفاية عليك بيقول شون انت عرفت ليه جون بيكرهك وبيروح على كانج بسرعة جبارة وبيلوح بصفه على كانج بس كانج بيتفداها وبيتفاجئ بانه تعاون من كانج وبيقول الضربة الاولى بارك وجين متفاجئين من اللي حصل وماسون بيقول موزل ده قرأ مصار سيف وهجمه هو بيروغ في نفس الوقت وبيتدق شون وبيهجم على كانج هجمات كتير وكانج قاعد بيتفداها بمنتهى سهولة وبيقول ليه هجماتي مش بتوصل له المفروض اهزمه بسهولة بسبب فرق المستوى والعدات بس ازاي يكون فيه فرق زي الفرق ده فبيغيزوا كانج وبيقول له متفاجئ الكل فاكر انهم ممكن يكسبوا بسبب مستوهم العالي ده ارينا اللي منتكلم عليها وبيطير منه الخوزة وبيقول له المستويات والمعدات مش هتضمن لك الفوز في القطالات المباشرة حتى لو كان فيه حد يقل منك بمستوى فلسه فيه وسيلة عشان يهزمك وبيضربه وبيقول التالتة وده عن طريق انه يشعلك من كذا اتجاه هو بيحتاج وقت بس بتقدر تازم ادخنع لعب بالطريقة دي وبيقول ماسون انت قنت عارف انك تحكمه قويس بس مش للدرغات دي وبيقول كانج انتو بتعمله ايه وبيجي اشعار من نظام اللعب كانج هيكون كسب وبيقول اللي بعده الكتال التالت كان من جاه واحدة وبيقول لسبب خوفه من مهارات هيون حزم جان بسهولة ودون اي رد وطبعا اتبقى واحد بارك جون وبيقول بارك دي حاجة تعير وبيقول هيون انت جامعت فريق علشان يهزمني بس انت شكلك هتمسحها تاني هو فيه ناس تاني في النقابة يقدروا يساعدوك وانا ليه بفكر في بايك لما بشوف الشخص ده بايك ده اللي ابوه كان سبب في افلاس عائلة كانج اللي اتنين متعالين بسبب الدعم اللي عندهم والي اتنين متشابهين وده بيخلينا زاجه اكتر فبيقوله اتزليلي وتوسل فبيقول انا بعمل ايه ده بارك لما كان في المستوى الاربعين كان ضايف هو دلوقتي في المستوى عشرين فما عندهوش طريقة علشان يخرج منها ضراب مفرد ضربات القلب متسارعة استشعر نظام قرينا حالاته الغير عادية وده له مكافة وعنين بارك بتقلب احمر وبيجي اشعار من نظام ان بارك داخل في حالة هيجان وبيهجم بارك على هيون وبيقول له هيون دي المرة الاولى اللي بقابلك فيها كنت عارفك انه مش من النوع اللي سهل اغضابه فجيه وقت علشان تروح لبيتك وبيستخدمه قوة العملاق وقوةه واحصياته هتزداد لفترة قصيرة وبيهجم عليه هيون وبيقول له انا نزمنا ربيك وبيرزعه في الارض وبيجي اشعار من النظام بيقول له انه كسب النزال وانك كمان ختم الكفاءات زي ما بتقول القادة الفاز ياخد كل حاجة وبيقول كانج دول بيدوني عناصر حسن بكتير من صيد الوحوش وبيجي ماسون وبينادي عليه وبيقول له انت الان كده ليه ده كان حوار بسيط وحليته فقال له بس انت كنت جامل انت هزمت ناس اعلى منك في المستويات بتقنيتك بس بس لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة انا هجيب له شاقة في القاهرة وحماماتها انا هبقى واحد كمان من معجبينك فبيقول له اه لو عرف انه كنت مصنف رقم واحد بس ده محرج فبيقول له لازم نرجع للصيد فبيقول اكيد فبيقول ماسون بفضلك الصيد كان سهل النهاردة هو ممكن نقررها تاني وبيبعث له طلب صداقة فبيقول له جانج خلصانا وتانجي بيوضعه وبيقول له خلينا نشوفك تاني وبيقول كانج انا كنت قادر اصل للمستوى 31 مع ماسون وبتظهر انها في ذات الحالة وباللاقي البنية زادت 50 والقوة زادت 68 والرشاقة زادت 28 الا السحر مزادش فبيقول كانج مفيش ناس بريئة زيه كتير في اللعبة مهارات وحلوة جدا عندي شعور اننا هنتقابل كتير في المستقبل انا بقول انهم هيكونوا فريق داين في المستقبل انا مستوى ارتفع على غاتل حد المطلوب فبيقول له تانجي يا سيد الغابي انا عايزة رايح خمسة فبيقول له لا خلينا نخلص المهمة والمهمة لو فاكرين العقد اللي كان مع كانج فبيقول انا نازمة الاول ادورة لزعيم زياب المرج اللي اسمه ده كان بعد كده قابل رقون ساعات بيظهر الزعماء بشكل عشوائي في ايرينا مع وقت اعادة الظهور 12 ساعة هو ليه ما ظهرش انا بقال 12 ساعة يسطب تبقى شخصيات فبيقول له تانجي بس انا تعبان ومش قادر امشي فبيقول له وانا كمان فبيشاور تانجي وبيقول المكان دا حلو خلينا نرتاح هناك وسبحانه بيطلع في باب في الشغرة فبيقول هو المكان دا موجود فبيقول النظام انت عايز تخش بيت البطل دا كان فبيقول هو دا المدخل انا عرفت انك تمام تحصي اضي يا تانجي وعمالي مرجح فيه وتانجي عايز يريح بيقول له كانج خلاص انت صعبت علي هلغي استدعاء كفاية جوه الصعبانيات دا بقى هو ما ظهرش ليه زي الزعماء التانين وهو ممكن يكون الزنزانة دي تعمل بسبب المهمة دي تمام بما اني لقيتها فبيدخل وبيطلع قدامه كده حاجة جدا معضلة فبيقول له كانج اهلا وبيقول في سره كسمي كبير وضغطه صاحك فبيقول دا كان هو بشري زيك بيعمل ايه هنا فبيقول كانج انا حاسس اني هتسلفت لو حاولت اهزمه فبيقول له بصوت عالي سألتك ايه اللي جابك هنا فبيقول له انا جيت اوصل العقد دا لراقون سام فبيقول هو مش دا عقد راقون او الوغد دا عمل مشكلة تاني اعتقد اني لازم نشكرك تقدر تروح اه كانج يركبه الزحلقة وشد العقد تاني حتى هو مش مستعب ايه اللي حصل وده كان مصر ياخدها انت مسمعتنيش وانا بقول لك سلموا لي وروح فبيقول له كانج اصلا عندي مهمة ولازم ان اسلمها له بنفسي المهمة كده مش هتكمل لو سلمتلك العقد دلوقتي فبيقول دا كان انا عترف بروحك بس لو انت عايز تقابل رئيس القبيلة لازم ان تكون مؤهل لده وانا اختبرك وبيجي اشعار من النظام بيقول له انت عندك مهمة جديدة وهي اعتراف دا كان الخلاصة انه لازم ان يقاتل دا كان علشان يقابل راقون والمهمة من الدرجة فلاص دي المكافأ عقد دا كان فبيقول شوفت عرفت ان في مهمة تانية دا عقد من الدرجة النادر على الال انا هبدأ الاختبار وبتيجي ايد دا كان من غير اي مقدمات وبيرميه اكله يلا روح يبني لامك وبينزل كانج وكانج فوقيه بالسيف وبيضرب دا كان وبيستغرب لان كانج هرب من ضربته وبيبص وراه وبيقول لكانج انت روغت هجمتي ازاي وبتحاول كمان تعمل هجوم ويرفع نفسه على سيفه ومش عارف ايه الهبل اللي دا كان بيعمله دا بس كانج بيراوغها وبتصدر هجم الدكان وبقول كانج ان مستوى 30 ضعيف جدا هو اقوى بكثير مني مش ممكن هزيمته بالتحكم بس وبيقول دا اقوى خاص ما قابلته من ساعة ما روحت العالم قرينا فبيقول له كانج دا مش كافي علشان تقابل رئيس انت متأكد ان دا كل اللي عندك وبالله كانج رائد على الارض ونقاط صحته 120 من 520 وبيقول انت عبيد طبعا لا انا لسه مستغنبتش كل طاقتي وبيستدعى تانجي فبيقول تانجي استعد علشان تعززني فبيقول له سيد الغبي انت مش عارف عده قديه من ساعة مولتيلي استريح وبيتخنق وبقول وقف يا عم قتال هتبقى مدمن فبيقول له طب طالما انت حيوان اليف اتصرف كواحد يعتمد عليه فبيقول دا كان انتيات برضو مش بتاع المشاكل من جزية الطنين فبيقول تانجي عمي فبيقول له عدت فترة طويلة هو الراجل دا سيدك فبيقول له تانجي ايوة تقدر تقول له بالسيد الغبي فبيقول له كانج انت طلعت تعرفه فبيقول له تانجي انت كنتوا بتتقتله فبيقول له كانجي لا انا كنت عايز اعدي اختباره علشان اقابل رئيس ركون فبيقول له اقفوا كلام انتوا في نص الاختبار لما انه سيدك هخليك تقتله هتشارك صح فبيقول له تانجي اظن انه من حكمه اني ما تدخلش فهكتفي بدربات سحرية من ورا فبيقول له كانج هو دا اللي انت فالح فيه فبيقول له النظام انت اخدت روح الضب وبركة الغابة زادت بنيتك وقوتك وصلطتك وبغنومك تعال يا بشري انا مش هتساهل معك لانك سيد واحد من اصدقائي حتى مع اضافة التعزيزات لسه ما اعتقدش انه قدر اكسب بس ما اقدرش انه قف هنا بس اعمل كل اللي اقدر عليه وما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نكمل وبالله كانج فعلا عمل اللي عليه بس تلاقيه كم منهج شوية فبيقول دا كان ايه دا انت خلصت فبيقول كانج انا بس تسلم اموت لو كملت فبيهون عليه تانجي وبيقول ما تكبرش الموضوع انت قتلت بشكل مشرف فبيقول ما لهوش لازمة طالما ما انجحتش فبيقول له دا كان من اللي قالك انك لازمة انتهزمني فبيقول له النظام انت خلصت مهمة اعتراف دا كان وخدت موافقته انت اثبت نفسك وبيتجيله مكافئة نجاح الاختوار وده بيطلع عقد دا كان وبيقول له النظام راكون هيزهر دلوقتي وفعلا النظام مش بيكدب خبر وتانجي بيطير من شدة الهوى بس بيمسكه دا كان وبيظهر راكون زعيم قبيل الزيب المارك هو دا راكون انا عرفت ليه كان لازمة ناخد اختبار وبيعد يقارن امريكانو اسبرسو فبيقول دا كان الراجل دا جاي اديك عقد كانكون فبيقول عقد ايه فبيقول انت جبت عقد كانكون فبيقول له ايوه وبعد يتفحصه وبيقول دا هو فعلا وبيقول كانكون يا وغد كانك يا عيني تفزع وبيقول جبهولي دلوقتي وبيقول للنظام ان زعيم راكون اتسبب في انخفاض الاحصائيات 50% وبيتصاحتك غير قابلة للاستعادة فبيهدي دا كان بيقول له ما توقفنيش انت تعتقد انه كاره دا ادي ايه عقده اختفى المرادي وكانكون دا بيطلع ابن راكون وهو الرئيس المستقبلي وكان كاره تدريب راكون ومتعود يصيع ويهرب دايما من القبيلة وعلشان كده لبسه عقد علشان يعرف موقعه ويستدعيه في اي وقت وكان فيه تعويزة مش ممكن تتشال بس فيه واحد ساعده لكسرها وبقى سهل انه يهرب وميل اللي كسر التعويزة دا طلع تانجي ويبرر انه هو ما كانش عارف ان الموضوع يخرج عن السيطرة كده فبيقول له تانجي باستغراب انت تقدر تعمل كده فبيقول تانجي انت مش عارف مدى قوتي يا سيد الغبي بيقول له راكون انا اسف بس دي حاجة خاصة بابني ففقدت صابي فجأة انا هكافك على اعادة العجل ويجي له اشعارات بالكوم وبيقول له انت خلصت مهمة وريس قبيلة الزيب المرج واخدت نقاط خبرة ومستواك علي وتجددت سحرك وتحملك وصحتك واخدت كمان مهارة جديدة اسمها تكسيف السحر وبتزيد كوت السحر لعشرين في المية وبيقول مهارة فريدة من المهارات السحرية هي اللي بتطلب كتير لارينا ولو قابلت الوقت ده تاني قول له بيتك هو الغابة السودة وبتيجي الكانج مهمة تانية وهي رسالة راكون لابنه كانكون من الدرجة بلاس سي المكافأة اهدية من راكون ونقاط خبرة فبيقول مهمة تانية ده انت لقطة وبيقول سيب لي المهمة دي راكون سامة فبيقول له انا معتبت عليك فبيطمن تانجي بقول له اديها لك المراضي كده كده ما كانش فيه تعويزة على العقد ده بيقول ايه يعني انا معنديش قدرة كسب تعويزات فبيتري عليه كانج وبقول له خدل تفكى اه وماله وبالروح لعمرة اللي ساكن فيها صاحب كانج وبقول له اصحب سرعة فبقول له عايز ايه انت عايزت الدين مهمة شكل اللعبة مصر عليه فبقول له مش فاهم ومعايز اوريك حاجة وبقول له عدي خبر حلو لك وبتصدم كانج وبيطلع الفيديو الاول اللي جاء مئة ثين وثمين الف مجاهدة عقبان يا رب فبقول كل ده بفضل ربنا سمانت يا يونج وبيخنى يونج الغلبان بالغلط فبقول اسمع بس الخبر التاني جالك رسالة من ادارة نايك ادارة نايك بيتبيعها يعني ايه شركة مشهورة بيعملوا اعلام في بصوص ارينا ودلوقتي بقيت الشركة رقم واحد فبقول له هم عايزين يعملوا عقد معنك فبقول كانج معداش علي ازباع في ارينا وجات لي فرصة زي دي وبيفتكر ابو وامو وحياته اللي كان عايشها وبيفتكر الواد الخنسير اللي سبب في افلاس عيلته وانا ناسي اسمه الصراحة فبيقول له صاحبه انت خدت قرارك فبقول له ايوه فبقول له انت عادت تتواصل معهم قال له ايوه دلوقتي دهر مزاد اصلاً متكامل هو اسمه اصلاً وبيقول له انا ابيع الدو ده ودي قدر استخدمها بعدما صفتنا عن ناصر اللي خدته من فريق القتلة اللي في القسم الثالث ثلاثة معهم 500 عملة وجوز من العهزية واسم العهزية اي عهزية الدفضع من الدرجة الندرة ومحتاج الرشاقة تكون ثمانين علشان يقدر يستخدمها والمثانة بتاعتها زيرو الدفاع عربعين التأثير بتزود الرشاقة المئة وخمسين وخدت كمان عنصر من مهم الدكان كنت هنساها بسبب الجازة راكون ورمز المرج من الدرجة الفريدة بيزود القوة مئة نقطة والبنية خمسين والقطار خمسين وبيتم انشاء روح قتالية وروح القتال دي بتزيد من امكانات لما بتحارب خصم قوي وما بتقابل خصم ضعيف بتنخفض احصائيات الخصم وبقول كلادي الدكان موصفاتها عالية لو استخدمت كل العناصر اللي خدتها هبقى زي اللي في المستوى ستين بالزبط بما ان في المستوى اللي اتنين وتلاتين هيكون كويس لو قدرت اخد سلاح بدرجة فريدة بالذهب اللي معايا وبيستدعي نافذة المزاد وبيقول الحاجة المهمة دلوقتي هي قوة الهجوم واختراك الدفاع بقاش مهم بالنسبة لي وطلع زي ما انا كنت فاكر من الصعب ان اخد سلاح فريد بخمسة الاف عملة بس وبيقول في واحد اسمه سيف القزم والف عملة وبيطلع لنا احصائيات السيف وبيطلع سيف مصنوع من قزم المطرقة الزهبية لم يتم معالجة والسح بس لسه اوي لدرجة فريدة ومتطلبات الاستخدام مئتين قوة ومئة وخمسين بنية المتانية زي الفول قوة الهجوم سبعمية تأثير اللي يبلى بسهولة ويقول كانج ده ارخص بعشر اضعاف من سرر الحقيقي هو الصيف ذا تعرض من شخص عايز يعتزل ولا ايه انا لازم انا اشتريه وبيشتريه في نفس اللحظة في مكان تاني في دار المزاد وبالروح لزعيم نقابة الجونجومة السودة واسمه سيرون فبتسأله واحدة هو في حاجة زعيم فبيقول دي اتباعت فبتقول طب دي يعني حاجة وحشة انا انسيت احط لها صفر واتباعت في الوقت اللي كنت بعدل فيه تول على الشخص اللي اشتراه هتولد دلوقتي فبتقول خلصانا وعم كانج في عالم موازي ليه حق مدعياله وكمان بيشكر سيرون وبقول للروي ان العداء بين كانج ونقابة الجونجومة السودة وصل لزروته عندي ثلاث ايام لسه قبل موقع العقد مع نايك لازم انا بقى قوي في الوقت ده حتى لو بصيرنا صغيرة المهارات هي الخيار الافضل فبقي ان معي المهمة اللي خدتها من خان لازم انا روح اشوف لبرون والمهمة اللي خدها كانج من خان خبور هي مقابلة فارس كيون لو انت واسك من قوتك دور عليه المهمة من الدرجة ايه؟ الهدف انك تقابل فارس كيون الجازة هي مهارة لبرون انا خدت جواز عظيمة من مهمة زيب المرج اتسأل ايه اللي هاخده من اقوى فارس في الامبراطورية لو اتصلت بيه هيقول بان لبرون في بيته في يوسها هي كام تكلفة لفاق في الانتقال الاني ليوسها بالروح لامبراطورية يوسها وبيقول كانج هو ده الاصر اللي بيعيش فيه لبرون ده في مستوى مختلف على اي حال ده اقوى فارس في الامبراطورية انا مقابلتش لبرون لما انا كنت ملك القتال انا متشوق علشان اشوفه فبيقوله الحارس ممنوع الدخول المدنيين من فضلك روح فبيوريه العملة اللي خدها من خان فبيقوله انا معي توصية من خان قال لي ان اقدر اقابل بها لبرون فبيفتح له المكان عشان يعده وبيقوله دور عليه في صلط التدريب او في مركز البيت فبيقوله شكرا والناس اللي وراها قاعدين متفاجئين فبيقوله بوابات لبرون اتفتحت ده معناه ان الشخص ده بيتحرك لسيناريو الرئيسي مستحيل لازم نتبعه فبيقوله انا صاحبه وبيتحيله علي عشان يكونه فريق معايا فبيقوله في مستغلين هنا انا ما شفتش فيديو لبرون قبل كده هو انا هكون اول شخص يعمل ده فبيقوله النظام تم تفعيل وضع التسجيل فبيروح للصلاة بيلاقيها فاضية فبيلاقي لبرون قاعد بيتأمل فبيقوله هو انت الشخص اللي جاي تبع خان فبيقوله ايوه انا اسمي كانج عد فترة طويلة من ساعة مجال مجامل لو خان هو اللي موسع عليه فده معناه انك ماهر عد فترة طويلة ده معناه ان كان فيه ناس بيتيجي هنا في الماضي انا حسبت اللي انا الوحيد اللي جيت هنا ده مش عادل يا عم خان انت هنا علشان تختبر كوتك مش كده ولا ايه فبيقوله كانج لا انا جاي علشان اخلص المهمة فبيقوله برون قطال بالسيف بيكشف الاشخاص احسب من الف كلمة فبيقوله ايه رأيك هل انت مستعد انا بوعد كل مقاتل ان اعلمه مهارة وبيطوح له صيف خشب فبيقوله تبا هو انا ليه كل شخص قابله لازم انا قتله ولو عجبتك هتعلمني مهارتين فبيقوله تقدر حتى تتعلم ثلاثة ده بيعتمد عليك فبيقوله النظام زيادة الاحسيات الخاصمة اقوى منك فبيقوله كانج هاخد مهارة فريدة المرة ده علمني كويس فبيقول ده حاجة عجيبة اول مرة اشوف واحد ماهر عنده الوضعية المهمة ده فبيقول ده بيستعد للقتال وبيتحرك كانج علشان يبدأ الهجوم بس ليبرون كلها بالمرصاد كل ضربة مليانة قوة هو قاعد يسكل في تقنية فريدة ده شخص اقدر اهزمه بطاية كويسة ده كمان بيستخدم رجله ومعظم الفرسان مش هيقدروا يتعاملوا معاه بس هو يقدر يسجل خمسين نقطة ده مختلف عن بقتل فرسان وبيدي كانج واحدة وبنكمل قصتنا من ساعة موقفنا ساعة ما ليبرون بيقتل كانج وبينلاقي كانج قاعد على الارض وهو مش قادر فبيقول له ليبرون بعشر مقاتلين جوم هنا لغاية دلوقتي مفيش حد منهم قدر انه ياخد خمسين نقطة فبيقول في سره هو ممكن يكون زيهم فبيقول كانج لو انا ما قدتش اكسب عامل كل اللي قدر عامله فنان ياسطى قصدي يا كانج فبيفعل كانج تقنية الاندفاع والتلويح بالسيف بس للأسف بيصدق لبرون وبيقول انا ما تقرش انه هستخدم مهارة الاندفاع من المسافة القريبة دي وبيجي كانج من وراه وبيقول لبرون وحسب المسافة اللي يبقى فيها في الهواء فبيقول كانج مسكتك وبيهجم عليه انت جريء قوي علشان تعمل هجوم خطير زي ده مع انك عارف الفرق ما بينه بس عندك توازن حلو انت ماهر وبيصد ضربة كانج بسبعين بس وبيقول له انت كسبت تمانين نقطة وبنروح لكانج اللي شكله تهارى ضرب فبيقول له لبرون انت كويس انا بعترف من مهاراتك فبيقول كانج انت مثالك ده قاعد يضربني في نفس المكان ده شخص مثال ان اكسبه من مستوية ده فبيقول له خد يد يا كانج زيك زي اخوتك التسعة من بينهم انت الاقوى وبيجي رسال انه خد اعتراف لبرون وخد خبرة واستعاد التحمل والسح ومش كده وبس خد لقب النجم الصعد واللقب ده بيزود احصائتك عشرة في المية وبيقول انه خدت عنوان كمان اللي هو يستر الاعتراف فبيقول له خد ده زي ما وعدتك ااسف هديك كتاب واحد زي ما احنا قلنا متفقين وبتطلع مهارة السيد الكتالي المهارة دي بتمنح السيد الكتالي مش هتتهزم بسهولة في اي معرقة من الدرجة الفريدة الكفائف وبتزود كل الاحصائيات بنسبة عشرة في المية في المعرقة نقصة مهارة بتزود الاحصائيات لخمسة الاف في المية حتى هو مصدوم ان خد مهارتين بتزود عشرة في المية واربعة شنت الواحدة فبيقول له لبرون انا التزمت بعهد العملة الزهبية يلا روح فبيقول له استنى فبيقول كانج انت بتقول ان المهمة خلصت انا حازس ان لسه في حاجة طب يا سيد لبرون ما عندكش اي مصلحة محتاجني في اي حاجة فبيقول له اه والله محتاج واحد اقدر اديل المهمة دي فبيقول له خد المهمة دي روح عرب الهاكل العظيمة في جنوب برجيزي الملك بيشك في ان السحر الاسود ليه دخل في الموضوع ده وبتقول المهمة زي ما قال لبرون بس نصيبها انها من الدرجة اس والمكافأة المسامة في الامبراطورية حتى كانج متفاجئ وبيقول دي مهمة سيناريو رئيسي واللي مش فاهم يعني ايه الكلام اللي انا قلته بص يا سيدي مهمة السيناريو دي مهمة جدا لدرجة انها جزء من قصة اللعبة ومنك التواصر على اللعبة كلها وفيش اعاد بتقول ان سحرة السحر الاسود دول متخصصين في استحضار الارواح والسحر النفسي فبيقول له برون اياك اي حد يضحك عليك فبيقول له كانج اي بعليك انا هتأكد ان استكشرت بريجيس كلها وبيقول انا كنت بقود الحلقة الاولى ودلوقتي بساعد في الرابعة انا في المستوى لتاته وتلاتين بس بقيت مستكشف رئيسي انا هستعد قبل ممشي فبيقول روح لقصاية اصلانا متكامل وبالله الكل متوتر فبيقول رئيس الجنجمة السودة انت لسه ملايتهوش بيقول لها دوري عليه حالا انا ليه بساعدك في العناصر والصيد اتكلمي فبيتقول له انت لعبيته وبعتها فبيخنقها فبتستعب ايه ايه وبتقول انا اسفى يا زعيم هحاول عليه بسرعة فبيقول كانج هو مين السبب في التجمع ده ارجع يا كانج فبيقول له دي فلصتك الاخيرة دوري على الوقت اللي اشتري السيف انا عايزه يكون مرمي في شوان قدامي مفهوم فبيقول كانج ده السيف اللي انا اشتريته هو بيدور عليها ليه فبيقول ايه ده علمته الجمجمة السودة فبيقول اه لالده مرة تانية بيتقال ان الضغان الحال عرض فبيخلق الخوزة وبقول انا لازم اخلص من المشكلة دي بسرعة هو انا ممكن اصطدم واحد ورا التاني في رهانات حسف الحساب لا ده هياخد وقت طويل جدا الوقت زي الفلوس طب لو خلصت على المديرين التنفيذين هيتفككوا كده فبيقول له صاحبه تعال عشان تطفح روشتنا معاك فبيقول له صاحبه اعمل ايه فبيقول له استنى عمل فيديو علشان تستفزهم اعمل اعلان حرب في مجلس المجتمع واتحدهم في مباراة لو خلته عام في المجتمع مش هتقدر النقابة انها هترفضه ايوة ده هيبقى احسن لانك هتخلص عليهم مرة واحدة وهتبقى مشهور فبيقول له يا يونج بنت اشتان فبيضحك وقول له بس الخطة هتنجح لو انت قدرت تهزيمهم من واحدك ونتيجة ده الاعلان اتعمل واثناشر في المجلس في اليوم التاني في نقابة الجنجومة فبيجي حد بينادي يا رئيس النقابة في خطر فبيقول له انت عامل دوشة ليه فبتقول لمجلس ارينة في شخص نشر فيديو متحدينة فبالروح لفيديو كانج فبيقول انا لعب في لعبة ارينة ولقبي هو زعيم الزقاق وسبب تسجيل الفيديو ده هو استلامي لبريد والبريد هو من مستخدم مستقيم الخفض مش كوني فيه على الفيديو اللي نشرته وانا بفوز برهان حس في الحساب ضد المدرين التنفيذين في الجنجومة السوداء وده يا معلم بيطلع سيرون اللي كان لبس الدرع وماسك كانج سب والعب وانكمل فبيقول انا قررت انها هكمل شغلي وتعدى بقية المديرين التنفيذين لحس في حسابتهم واجبارهم على كده لانهم نقابة مستغلة احتقت اراضي السود وكده كفية اوى عليهم لحد علمي فيه خمستاشر رئيس التنفيذي بما فيهم الرئيس وبيكد انه هزم اتنين واتبقى تلاتاشر انت خنزير ياد يا كانج فهو بيطالب برهان حس في الحساب مع كل واحد منهم تعالوا بنا ندم وبيقول واحد ايه ده الصيف معاه وبيطلع هوا ده رئيس النقابة وبقول يعني انت الشخص اللي خلاهم يمسحوا هسابتهم وخدت كمان سيفي كل ده كان انت فبتقول البت انت شفت الفيديو يا زعيم خلينا نكبر دماغنا منه فبقول لها نكبر دماغنا خلي التنفيذيين كلهم يتجمعوا هنا الروح نضرب الودة على اتموت يحلف ويتحكى بها لقد بدأت الحرب وبيجتمع القادة فبتقوله ان المعلومات اللي عندنا بتقوله ان زعيم الزقاق في المستوى ثلاثين ما العلم انه هزم اثنين من التنفيذين ده معناه انه مخبي حاجة راهنات حاس في الحسابات اللي بطلبها خطيرة جدا حتى لو كسبنا ملهاش لازمة خلينا نتجاهله نتجاهله انت تجننت يا ولية طب واسيفي وسمعت النقابة فبتقول طيب ايه رأيك يا رئاسة نختار يوم ونقتل كلنا مع بعض انت بتقول ان نتجمع عليه فبيجي واحد وبيقول انت كلكم وسيرين للشفقة فبيقول قاد امال مينة بوشت بلاستيك ده فبيقول انت كلكم تحت قيادة نقابة العالم الجديد بصممين انكم تتقطروا على لاعب في المستوى ثلاثين وده بيطلع من نقابة العالم الجديد وبيطلع اسمه كانج برضه من قلة الاسامة اختاره كانج فبيقول قاد جمجمه اللي جابك كل المسافة دي فمش بيرد عليه وبينادي على تشيولوجو وبيسكع تشيولوجو بوكس انك يدهون عظيم فبيقول انت احتقرت الزنزانة بدون حتى تبلغنا وثلاثة من اعضاء النقابة اتمسحت حساباتهم بطرقة مغزية فبينادي على سيرون رد في فيديو وقول ان نوافين عن نزال بكل نزاهة الضعيف بيتكمي اللقوة منه انا متوقع نجات الجنجمه السودة من الموقف ده وبالروح لسيد كيل فبيتقابل هو وكانج فبيقول له انت افضل في الحقيقة وكلام وسيخ ماناش دعوة بيه فبيقول له هنتكلم في تفاصيل العقد اسناء العشاء فين يست العشاء ده ده عينات ولا ايه ده؟ فبيقول له خد العقد اهو اقرأه كويس وبحرص فبيقول له زي ما قال لي يونج ده افضل شروط ممكنة فبيقول له بص كده على الاخر حتة مدة العقد سنتين وعشر تلاف دولار لكل عشر مشتركين المترجم بيقول له عرفته ليه بيقوله اشتركه في القناة اماليا ريت كانت كده نكمل وهو عيختار كتاب مهارة نادرة او فريدة كل شهر انقى درسنا عناصر بالوصفات السحرية اللي كنت بستخدمها فبيقول له ايه رأيك فبيرد عليه بيقول له هو الكلام ده حقيقيه الصراحة ليه حق فبيقول له اكيد يا ملك القتال انا حاسس ان احنا مش مدينك حقك مش عايزين زبال عندكم في الشركة عام النظافة وانا عام مش طماعة اخد خمس بواكة بس انت بتقول ملك القتال الاسم ده ما سمعتوش من فترة هو عارف ازاي احنا برضو عايزينك تطبع الشعر بتاعنا على عناصرك عندنا مصمم هنتعامل معاه فريتي يعني اتكلمه برة كل اسبوع يا بختك يا كانج طيب يصد لو وصل الفيديو ده لسبعين لايك هينزل القسم السادس علشان الصراحة انتم مؤثرين معايا جدا في حوال الاشتراكات واللايكات ده فبيقول له هو انا ممكن اسألك عن خطتك الجاية فبيقول له انا بخطط ان استريم الاسبوع الجاي انا مستني الاستريم بتاعك وطبعا هيستريم عن جونجومة السودة فبيروح بيقول له يونج عملت ايه وقعت فبيقول له تعالي شوف فيديو جونجومة السودة ردت عليك هم قالوا ايه يعني قالوا لك ان الحرب هتكون في استاديوسها يوم الاتنين الساعة تمانية بالليل فبيقول له انتم مش هتشوف الفيديو فبيقول له لأ انا مش عايز اضيع وقتي انا اروح اصطاد وبنروح للتمسيح المراوبة من كانج فبيقول له الساحلي هنا مستوى هم ستين او سبعين يعني فرق تلاتين مستوى هم ليه سهلين او كده انا وصلت المستوى ده بمهارتين فردتين دول ممكن بسبب استياضي اللي ولوحوش في الفترة الاخيرة انا عرفت انه مستوى زعيم النقابة خمسة وتمانين ومتوسط مستويات التنفيذيين هي سبعين اظن اني مش هقصر بس لو كنت مخطط للفوز بالطريقة دي لازم انا بقى اقوى وقاعد يصطاد لا اكتر من تلاتين ساعة فاد استراحة قصيرة ما بين كل فترة بس الاساس كان شغل تلاتين ساعة وبيقول له النظام انه هزم زعيم الساحلي فبيقول هشوف الاحصايات وهنام وفي الاخر بعد ما اتضرب لتات ايام ازددت كفائتي وقالت ست مستويات وصلت لمستوى الاربعين فبيقول الروح لستاديوسا زعيم الزقاق ضد الجمجومة السودة فبيقول الواحد الاستاذ كان بيبقى مليان بس مش للدرقاتي زي النهاردة فبيقول الواحد انت بتعتقد ان النقابة هتكسب بسبب عددهم هم عندهم فعلا لعبين كتير بس بدل من مواجهتهم مرة واحدة هيواجههم في معرقة القائد اللي هي واحد ضد واحد بتمنى ان زعيم الزقاق يكسب فبيقول له هو الجميع حضر انا كنت الان لاحسن خوفي منعكم انكم تيجوا او تهربوا فبيقول له سيرون انا سعيد انك جيت انا قادر اهزمك واخد سلاح القذب فبيقول له كانج طب لو مدت به مش هيبقى شكلك وعش فبيقول يلا نبدأ فبيقول له انا اسف انكم عدتوا مستنيين كتير انا بقدر كل الناس اللي جات علشان تشوف النزال ده هتاكد انكم مش هتحسوا بالملل ولو للحظة استمتع بالعرض فبيقول له يونج انت عمليا من المشاهير وزي ما انتوا عارفين الكسبان ياخد كل حاجة وحاس في الحساب معركة الفريق هتبدأ دلوقتي يونج انت تخضيت ليه زعيم الزقاق ضد نقابة الجنجومة السودة واحد ضد تلاتاشر واحد بدأت المجزرة حتى الناس مستغربة وما سموا صح ولا لا دي معركة فريق فبيقول له زعيم النقابة هو الوقت ده بيخطط لايه من الرغم ان ما عندوش فرصة للفوز بمعركة القائد ففكر انه هيقدر يكسبنا كلنا مرة عادة فبيقول له كانج قرر الناس اللي هتشارك معك علشان النزال مش هيبقى ممتع لو خدت كل واحد لوحده فبيقول له انت بتتكلم كتير مش مهم انت بتخطط لايه المهم هو الفوز فبيقول له النظام انه خلاص تم اختار المشاركين الليعب كانج ضد فريق سيرون هيبدأ النزال وبيبدأ العد التنزلي فبيقول له يونج ما ترجعش لو خسرت النزال بدأ وبينكمل من ساعة موقفنا ساعة ما الحرب ابتدت ما بين زعيم الزقاق اللي هو كانج ونقابة الجمجومة السودة واللي ما شافش الاقسام اللي فاتت هزهرلك على الشاشة في نهاية الفيديو اللي هي تجمية الاقسام اللي فاتت فبينادي بارك ناب الزعيم فبيقول له ارغي ادواته كويسة جدا هو ممكن اخدهم لو هزمته الوحدي فبيقول له خلصانة بس ملكش دعوة بصفر قزم فبيقول له خلاص ده كلام رجالة فبيقول بارك انت واسك من نفسك لاليه بسبب يعني عناصرك ومعاراتك بس انت عارف مين اللي مش بيقدر يفوز عليه المستوى والعدد فانت فاكر انك هتقدر تكسبنا احنا 13 وكلنا من المستوى السبعين وتمانين فبيقول له كانج المهارات والعناصر مش هيقدر يهزمه العدد فبيقول له طب انت ليه لوحدك وبيديله بصفه وبيقسم بارك معاه فبيتفاجئ الزعيم من قوة كانج وبيقول ده بارك في الترتيب التاني للكوة في النقابة فبيقول له كانج احنا لسه بنبتدي اللي فات كوم واللي جاي كوم ورب الكعبة اللي جاي يقوم تاني فبيقول واحد من الاتنين اللي يحصل اخوهم فبيقول واحد ما تستخفش بيه فبيقول اعتقل ان احنا الاتنين هنكون كافين قوي وبيطلع اسمهم غانج هون ملهمش لازمة فبيقول الزعيم هم احسن اتنين في النقابة فبيقول كانج انا سنت الرمح حطعا بالصيف والعكس صحيح فبيقول له مع السلام انت وبيمسك كانج السلحين وبيقول صيف ورمح انتوا جايينتوا انظروا هنا ولايه لازم انتهجموا من نقطة عمياء وبيرفع السيف على رابط هون وبيقول له هجومك بسيط وبيقف قدام غانج وبيقول الناس اللي مش بيعرفوا يستخدموا الربح بيتجمدوا لما قرب منهم الخصم وبيخلص على غانج سيف القزم العظيم مش كده وهم واقفين متوترين ليه فبيقول لهم انا خلصت على ثلاثة اهجوموا يلا تعالوا فبيصيح الجمهور وفرحين انه غلب ثلاثة منهم في نفس اللحظة وبيقول لهو خلاص كسب ولايه فبيقول انا لازم نكون دراما اكتر من كده لان انا قفلت زنازن وقتلت لعبين بالمستوى ده والمهارة اظن انه مش هاده رازم اي شخص باستثناء الضعفاء طب انت لمش بتستسلم حسابك كده كده يتمسح المشكلة انه لغاية دلوقتي بيستوعب اللي حصل الحقونا فبيقول جماعة من الناس خلاصوا عليه انتو خايفين كده ليه لو انتو خايفين استسلموا فبيقول له شكل الجمهور بدأ يدعم زعيم الزقاك فبيقول كانج المهم انك تسيطر على الموقف لما بتكون بتقاتل اكتر من شخص لما انت تهزي بالاول وتتباها بقدراتك الباقي هيكش حتى لو افتكرت انه مش هيتزمه في البداية هيحسوا بالتوتر ويغلطوا كتير فبيقول له الزعيم خلينا نخلص عليه مرة واحدة احنا عشرة فبينط عليهم كانج وبيقول لهم لو انتو فاكرين انه هديكوا فرصة علشان ترجعوا وهاتك يا دعك وبيقول هو ده تم العبس معي هتبقوا مواضيع الفيديو الخاص بي وانا كمان برضه هجرسكم اي خدمة عايز بس 15 الف و 20 الف من اللي نايك بتدهو لك وباللاك جمهور مستغرم من اللي حصل وباللاك انج مكمل ضرب فيهم ومش عاتق حد وبيقول كده تبقى ثلاثة بس فبيشجعهم الزعيم وبيقول لو كسبنا حسابات الباقيين مش هتتمسح فلازم ان نكسب فبيلاك حد رمى سيفه وبيقول انا هستسلم وبيقول الزعيم احنا لسه قدامنا فرصة اننا نكسب فبيقول الاخ اللي الخوزة عاملة زي المرحاض انت عارف ان احنا كده كده خسرانين لو احنا هاجمنا مع بعضها نخلي الناس تشمت فينا حتى السكرتيري استسلمت وطول انا اهتميت بالمستويات والعناصر وبطلت استمتع باللعبة زي زمان انا قد تحب النقابة لما كنا بنستمتع بيها وشكل الزعيم مش عاجبوا الكلام وبيجي اشعار من النظام اللاعب جي تي استسلم اللاعبه طرق استسلمت فبيقول هو ازاي حصل كده وبنروح لفلاشباك لما كانوا لسه هبلوا فرحانين انهم عملوا نقابة اول ما بدت الفرحة انك تكون الاقوى اتحويت لهوس القوة بدت النقابة تباشرينه وبنروح للجمهور وعمال يطبل لكانج ملحوظة عادي ممكن تطبل في التعلاج وبيقول له خلص عليهم فبيقول انا مكنتش متوقع انها استسلمه طب اقدر الناس قالوا انه مخادع علشان الموضوع كان سهل وبتقدم زعيم النقابة وبيقول دي غلطتي كزعيم نقابة كل اللي حصل بسببه هخلص الموضوع ده بايدي فبيقول لي كانج دي مش نهاية نقابة الجنجمة السوداء يا زعيم الزقاك حتى لو تحذفت حسابي دي مش النهاية وبيقول ويده عمالة ترعش هنبدأ من جديد والمرة الجاية هنتقابل فيها مش هنكون اشرار فبيقول كانج انا مكنتش متوقع انك هتكمل القتال فبيهجومه على بعض وبقول كانج شكرا لك على انك لسه موجود وكسب كانج في الاخر بتشعر بتكسيد العدالة وبيجي اشعارات من النظام انه كسب وطبقا لشروط الفاز ياخد كل حاجة وبعد الحادثة دي بدأ الكل في التساؤل فبيقول المرشف على عمال الكاد انا مكنتش متوقع كتير من نقابة الجنجمة السوداء بس مكنتش متوقع انه ما يخسره زعيم الزقاك هتدفع ثمن تدميرك للنقابة اللي كنت قادرها وكانج في عالم موازي فبالروح لقافيه لمدير نايك وهو بيقول انا عرفت اللي انت كنت بتقول اتفرج على المباراة قتلت 13 لعب مع راهان حسف الحساب ده نوع محتوى ومش متوقع هو ده اللي كنا مستنينه من انا متوينز لو عرفتلي الاول انك اترايا على حسف الحساب كنت هقول لك خد حذرك انت كذبت انتباه ناس كتير وبالله حكم الجان كتب 9000 تعليق وبيقول هو فين بارك وزين شيجر اللي مش عاتق المنهوات انت حققت اهدافك وانت بتحقق ارباح اختياراتك جامد فبيقول النادل استغفر الله العظيم خمر وناس وسخة فبيقول انا متطلع اي وريني ايه في المستقبل فبيقوله مالك انت معرفتش توقع معناك فبيقوله بص هناك فبيلاقي الواد اللي كان ابوه سبب في فلاشر كتابه كانج والمزيع بتقوله سيف النسر ولا اقولك يونج فبيعكسها وبالله اقول اللي تقوليه انت السنباي بتاعتي فبيقول يونج اول ضرور لك لعب محترف فبيقوله بعدما تسألت انك نسيت انتقامي خلاص انا قررت هدف النهائي انا اكون لعب محترف وده علشان اضم الوقت ده في ايرينا ما انفاش اتكسل دلوقتي لازم انا بقى اقوى انا هسجل دخول ايرينا فبيتفاجئ يونج وبولد انت لسه راجع من الاستاد فبالروح للبوابة الجنوية لبريكز ودلوقتي بعدما خلصت عن نقابة الجوغومة السودا اقدر امش اخيرا في السيناريو الرئيسي فيه عدد اولئي من اللاعبين عارفين بمهمة السيناريو الرئيسي الرابعة لو جمعت معلومات هحتكر المهمة الخامسة واخيرا شفنا تانجي كان مختفي بقى له ثلاث فصول فبول كانج طب انا عايز الصحراء السود فبريكز فلا لازم نقاتل الموتى هيبقى احسن لو قوانت فريق مع كاهن بس انا معرفش حط داسك فيه خلاص اروح لوحدي فبول له تانجي انت مش لوحدك ايها السيد الاحمق انا معك اهو فبيفقرني باحمد السقه جدعانة كده فبوله المشكلة اني مش عارف هروح فين في بريكز المجبرة الجنوية والكهف المظلم في الشرق الكهف المظلم هو مكان شائع للصيد بسبب الجواز الضخمة اللي بيقضع من الهايك العظيمة ومشكل الناس بتروح للمجبرة بسبب سم الغيلان ومن الصعب كمان هيزيماتهم اي مكان هيكون مناسب انا جيت للمجبرة لاني فكرت ان الحكاية هتسوق لو حد من اللاعبين شافوا السيناريو الرئيسي وبالله حد واقف وراه فبيقول له يا اخويا انت لي بتروح لوعدك قلتلك تعالى نروح مع بعض بس ليه الشخص ده ماشي ورايا هو قال لي انه كوري صيني محدش يسأل ازاي عشانها مش عارف وعنده مزرعة بس ابني اللاعبة طلها اقفشه قال له مش اللبس السخيف ده بتاع زعيم الزقاك اتعرفت عليه عند البوابة وفضل ماشي ورايا فبيقول له يا اخويا انت سبني كده وراك فبيقول له بالطبع لا انا رايح للمجبرة سلام فبيقول له انا عايزه يمشي علشان الشائعات ما تقترش في المجتمع فبيجيبه من افاه فبيقول له انا رايح برضه علشان اصطاد غيلان فبيقول له اه انا رايح هناك علشان بيبقى فيه عدد اولايل مع ان الكوتي عدت المتين كم نقطة استخدمتها في القوة فبيقول له انت مش رايح علشان تدور على الصحراء السود فبيقول له انا برضه عندي شغل معاهم فبيقول له انا عارف انك عايز تعرف ان انا عرفت ازاي بس ده سر هو ازاي عارف عن السنان الرئيسي او مستكشفه كمان فبيقول له انا برضه عندي شغل معاهم ايه رايح نروح مع بعض انا عارف مكانهم فمش هبقى عقبة في طريقك فبيقول له بجد انت عارف مكان السحراء فبيقول له اكيد انا اقترع عليك لانه قوي انا اتقنت فئتي التانية فبيقول له بجد وهو بيختنك فبيقول له انا شكك فيك بس اوافق لو كان عايزي ازيلك انا عمالها من بدري لو وصلنا لده هاعرب لوحدي فبيقول له خلصانه يلا نروح مع بعض يا هيونج وده مش اسمه ده صفحة للاحترام فبيقول له اختيارك في مكانه وبنروح لقبر وبيقول له هو ده مقبأهم فبيقول له ده مجرد قبر فبيقول له يونج انت مستعجل ليه استنى فبيطلع قفاص فبيقول له كانج ده قفاص ليرو فبيقول له انت قدلت تعرفه ازاي ده صح دي كانت جازة الفئة الفئة التانية المشهورة ايه الرهبان واشد الرهبان هم مبتوع معبد الشمس اسمهم رهبان ليرو وبيضرب القبر وبيقول له كانج فيه شرط غير معقول انك مينفعش اتغير فيتك غير لما يعترف بيك الراهب الرئيسي بيتقال مفيش كتير من اللاعبين دول فبيقول له يا اخويا انا عملت بدخل يلا بينا وبتلع لهم غيلان فبيقضي عليهم هيونج فبيقول كانج هو راهب ليرو بيكون كده طربته نظيفة بس قوية بس انا بسميتش قبل كده عن كيم سيورك وبيقرب من كانج غول وهو لسه في علامه الموازي وبيضرب الغول وبيقول ده بشوقت الاعجاب قال انه حاسس بالفضول تجاه الراجع اللي هزم نقابته الجنجومة السودة الوحدة وفي الاخر قابله وبيقول له كيم عندك مستقبل حلو وبيطلع رئيس نقابة العالم الجديد يعني وبيقضوا يقضوا فيه وبيجلدهم فبيقول له في سره زعيم الزقاق انا مش عارف اعمل ايه معاك وبروه عند ساحر اسود وبيقول في انفسه الاخيرة يا مغامر الفجر وبيموت وبيقول للنظام انه هزم ساحر اسود مبتدئ وخد نقاط خبرة نغنغ نفسه بيها بقى لانه كان مبتدئ دي حاجة محبطة بس انت روا توم يا هيونج بقى له انت كمان بقى لان العدد هو علمه لازم نهزم كتير وما اننا هزمنا ساحر اسود اخلص ازاي من الرجل ده اعمل ايه هو ممكن يقوم من الترتيبات العالية نظرا لمعاراته بقى احسن الحفاظ على علاقة قويسة بقى لانه حريص جدا ممكن يشكر لو طلبوا منه الانضمام لنقابتي وايكون محرج لو في نقابة تانية فبقى له كانج لأ انا لازم نمشي معليش اصلي قد مخطط رواح الحمام مع صديقي وانا تأخرت عليه وكلام مرتجل فبقى له كيم روح ما اضعاش السيف في البحر لاحسن السيف يقطعه المهم كانج بيخلع منه باية طريقة فبقى له شكرا لمجودة فبقى له انا حسس ان الفريق اللي مش عايز يعترف قاله هي منها قلبة الوان كده ليه المهم بيتصل على واحد فبقى له يا جونج بطل تطري الزعيم الزكاك فبقى له اش معنا فبقى له انت هتخلين اعيد كلامي مرتين ما تفكرش تنتقم منه لانه بقدون غزنغ بتاعي المرة الجاية يخليك تنضم العلتي وبنروح لمنصة الاستريم لعالم ايه في ميزة التشغيل المدفوعة وما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرز واللايك لان عدد مشتركين 8% من المشاهدين والناس اللي بتتكلم عن مدة الفيديو انا كاتب للمسجل 250 جملة بس بسبب سرعة السرد فبيخلي وقت الفيديو قصير بحسب الله ونعم الوكيل شغل يوم يتعامل في 15 ساعة المهم يكمل بيتم تفعيل السيارة من صاحب الفيديو واللاعابين بيدفاعوا فلوس علشان يجربوا الفيديو والميزة العالية دي بتسمح لللاعاب تقربة الفيديو من كل الزاوية الممكنة زي تلتبقى 60 درجة يعني فبنروح لكانجو هو بيقول فيديو الجوجوما السودا جاب كل المشاهدات دي لمليون و800 الف طب يا جماعة عملوا لايك وكميت علشان نجيب واحد في المية من المشاهدات اللي جامعة كانت و 10 تلاف استخدامه من مكعب وسائل التشغيل دي 50 سنت يعني لو ضربنا في 10 تلاف اطلع خمس تلاف دولار الله يسهل له فبيبصل الآلة المكعب فبيدخل صاحبه وبيقول له انت هتقل ليه فبيقول له انا مش عارف اقول ليه في كلمة تانية على الثانية بس ياخد بسببها استرايك وسيئات فمش ناصة فبيروح لعبدة الآلات وبيقول هو هزم كم سحر اسود فبيقول نظرا لان الكمية غير معروفة فلازم نمسك اثنين او ثلاثة لغاية عشرة منهم فبيقول كهف الظلام اكيد فيه لعبين كتير طب بقي اني بقيت مشهور اعمل ايه لو حد تعرف علي فبيقول واحدة هيون اوه فبيقلب فرخة بلدي فبيقول اوه فيه معجبة تعرفت علي فبيقول له صاحبته ده هو فبيروح وبيقول واحد منهم ازاك يا هيونج عد فترة طويلة ما توقعتش فيها ان نتقابل تاني عد فترة فبيقول ايه نوع الهزار ده ما كنتش متوقع اني هيقابل يوري هنا فبيقول له انت متصاب ولا حاجة وبيجيلنا قايمة للاطفال بترتيب الاول يونج التاني يوري التالت يونج احنا كنا قريبين من بعض بسبب انهم اخوات يونج بس بسبب توطر اللي رأيت يوري مش لانها اخت صاحبه فبيقول له انا سمعت انك عايش مع يونج دلوقتي فبيقول لها ايوه ده بيعني ان بقينا ايلا واحدة فبيقول ده بسبب انها عطرفت بحبها ليا لا تعليق انا اتفادتها المرة اللي فاتت بالعافية بس من ساعتها بقى عندي هوس بكل اللي عملته فبيقول لها نونا انا هنا بطلت عبيت فيه علشان بيتكسف اه يا ديوس اه فبتقول له انا مش ده اللي بفكر فيه فبتقول له انا عندي امل لده على فكرة بعملك كأنك اخوية وبيقول له يونج انت جاي هنا عشان تصطاد وبنكمل من ساعة موقفنا ساعة ما كانج قابل اخواتي يونج وصحابها فبيقول له اخو الصغير انت جاي هنا عشان تصطاد في الكهف الظلام صاحبي مش جاي فانت عايزت انضام اه كنا بنلعب مجموعة مكوانة من ثلاثة تعال بس وانشيلك فبيقول له كانج دول شكلهم هبل مش عارفين اني زعيم الزقاق ومش عارفين اي حاجة عن تاريخ لعبة يونج بيخلي باله مني فهلعب معهم شوية فبقول لهم خلاص يلا بينا فبنروح لجوة دانجون وبيقول لهم كانج استعدوا للمعرقة وبيطلع لهم شوية هياكل فبيدمرهم اخوات يونج اثناء زهول كانج فبيقول اللي اتنين دول كويسين جدا كان عندي شوية شكوك بسبب انهم كانوا في مجموعة سلاسية بس احنا كنا قادرين نخلص على زنزالة الموتى من المستوى التاسع تصويب جون دقيق وكمان قادر يضرب عليهم نار بسرعة استخدم ساهم واحد لكل هيكل من الناحية التانية يوري مستمرة في التعزيز ومتابعة الوقت للقاء التعزيزات مش سهلة بس عندها توقيت كويس جدا اظن ان هادر اجيبهم معي في مهمتي وبيجي هيكل من ورا كانج لكن بتلحاقه يوري في اخر لحظة فبتقول له بطل هبل انت محتاج اصلاحات كتيرة وبقول له بخلص على كل الهاكل فبيحكي لهم كانج فبيتفاجئ ان فيه زنزالة داخلية فبيقول لهم انا عندي مهمة ان نهزم الصحراء السود في الزنزالة داخلية هتظهر هنا جوا كافة الظلام هيكون من الافضل ان احنا نخبي ان المهمة دي من السناني الرئيسي انتو بتخططوا انكو تفضلوا متصلين النهاردة فبيرد عليها عن 8 ساعات فبيقول لهم تمام ده كافي جدا انتو عايزين تيجوا معي ولا لا فبيوافقوا لان الزنزالة الداخلية بيبقى فيها جواز ندرة خلصانة خلينا نتعاون مع بعض علشان انعاني عبال ما نلاقيهم فبينادي على كانج بقول له انت متأكد انهم هنا احنا بنا 7 ساعات بندور عليهم انا حاسس ان احنا دورنا في نص الكهف فبيرد علي كانج بان نشاكك انهم هنا خلينا ناخد استراحة انا متعود على الصيد لفترات طويلة بس جون تعب مني في نص الطريق بس يوري غريبة ما تعبتش يعني فبيقول جون خلينا ناخد استراحة انا جيبت جاز وسبحانه بيسند على الحيطة بيفتح باب معمل ساحر اسود مبتدئ عايش عليك يا جون وبيبقى الساحر جوه المعمل وبيقول لو تم الاعتراف ببحثي هقدروا تكرر ساحر اسود ملحوظة اسمه اديل وبعد كده اقبر جيشي وهنتيم اللي كانوا بيتريعوا علي دي الخطوة الاولى لأديل نيم فبيقطع كنج كلامه انت اللي عملت كل الهاكل الكحيانة دي شكرا على انك قلتن عن خطتك الجامدة جدا دي انتو ازاي دخلته فبيقول له كانج احنا تعبانين فانخلص الحوار ده بسرعة فبيرد علي قديل بانه هيدفع ثمن دخول معمله وبينادي على بيبي وبيدخل بيبي الديناسور فبيتفاجئوا من اللي بيشوفوه انتو هتبوا اكل التحفة الفنية دب العظام فبيقول له بيبي يلا اكلك جاهز فبيقول لهم كانج بانه هيدفع دب وهم يهجم على الساحر فبيديلوا بيبي بالبوكس انه يهجم على الودع بوعيون خضرة فبتلاحظ دوري حاجة وبيفجر بيبي هالته فبيقول النظام بان بيبي استخدم مهارة الخوف فبيتفاجئ كانج بانه يقدر يعملها بس بسبب ان كانج جامد مش بيحوق معها الخوف دي مهارة بيستخدمها الزعماء اللي مستواهم عالي بيقدر يتحكم من خلالها في حجد هم يبقوا كويسين فبيقض اديلي يتفخر بالوحش بتاعه وبيلبي السهم في نص سدره وبينلاقي الاخوين سبتين على المبدأ ولما بيختف الضباب بيلاقي يوري حامي جون بحاجز فبيمدحى كانج بسبب سرعة استيعابها بحماية اخوه وفي الوقت ده بيتكل اديل وفي انفاسه الاخيرة بيتمتم ببيبي فبينروح لفلاش باك لبيبي وهو اديل بيدلعه وهاشتكه وبيدخل في حالة هيجان فبيقول جون هو زعلان عشان سيده مات فبيقول له كانج ده بيتحاول للمرحلة التانية هو انا لازم ان اخرج اسلحة التيلة وبيستدعي تانج اللي وحشنا كلنا فبيقول طالما انت استدعتني باين انك فموقف صعب يا سيد الغبي بس انا عايزك متقلقش انا هنا معليش انا متعود على الاحجام دي وبيجري وراه كانج وبيقول له خلص علي يا سيد اللهبل فبيرد علي كانج تنايل دهنا اللي جايبك تنجدني فبيعززه تانجي وبيزداد كل اعصياته وبيعجم على بيبي وبتعد يوري تعبط في تانجي انت اسمك ايه وبيبقى تانجي باشا مبسوط فبيقول له جون ما تيجي مع نونة فبينادي تانجي على كانج علشان يلحقه اما علم فقرة صحيح انتم مش شايفيني قاعد بقتل حسوا بقى خلى عندكم دم وبيستخدم كانج قوة العملكة وبيهجم بيه على بيبي وبيقطع بيبي ترانشاء وبيتيكل بيبي جنب اديل وبيموت والدمع في عينه في لحظة درامية فبيهني النظام بانه هزم ساحر اسود ودب بس بيحس كانج وبتأثر من اللي عمله فبيقول له النظام بانه كده خلص المهمة وخد ابحاث اديل فبيقول له جون انامل ايه بالعناصر اللي واقع دي هو ايه طيب اللي واقع؟ يعني حاجات بسيطة كده الساحر نزل عصاية وكتاب مهارة والدب نزل كرة غريبة انا مش عارف هي ايه متقايمة كده انا مكنتش متوقع انها لها حاجة زي كده فبيقول له الكرة دي تلزمني خدوا انتوا الباقي فبيقول له انت متأكد انت اللي عملت الاجزاء الصعبة فبيقول لهم خدواها زكا عن صحتي مش ده وقت برضو رجعكو يلا تتلوا من هنا وبنروح لقلعة لبرون وبيتفاجئ لبرون انه رجع اسرع مما هو كان متوقع احكي لي ايه اللي حصل معاك فبيقول له خد ده البحث بتاع الساحر تمام هياجب الامبراطور فبيقول له النظام انت خلصت مهمة برجز وخدت متين نقطة مساهمة وقال في دهبة فبيقول له لبرون جهز نفسك عشان هنمشي احنا هنروح فين هنروح نسلم التقرير مش انت ابن اللي انجازت المهمة يبقى انت اللي هتسلمه التقرير فبيتفاجئ كانج لما يعرف انه رايح للامبراطور وبيقول له الروي بان من ساعة مارينة عملت مفيش لعب طراب ولمسة قصر الامبراطور سبب تجمع النقابات حوالي لبرون ظنين بانه مرتبط بالسيناريو الرئيسي وكانه صح ونتيجة ده ظهر لقب اول لعب بيدخل القصر الامبراطوري وبياخد كانج اللقب وبيبقى داخل مزهول من فخامة القصر صلى على الحبيب قلبك يطيب فبيحاول لبرون يهديه بان جرار توكيوت هو باين علي انه متوتر بيفكر بان الاصر هو مركز السيناريو الرئيسي بيبقى الامبراطور هو مصدر كويس لنعناصر بس ده مكان اللي الامبراطور قاعد فيه هو عارف انك مغامر فبلاش رسميات مبالغ فيها فبيقول للامبراطور تقدر تخش وبيتفاجئ كانج من الامبراطور لانه بيطلع عائل ده اصغر مما كنت متوقع فبيقدمه لبرون الامبراطور فبيقوله هو ده بقى المغامر اللي عمل مهمتك وبيطلع الامبراطور فاعل هالته فبيتسبك كانج وبيبقى مش عارف يتحرك وبيقول الضغط ده حاسب بيه لما قابلت رقون لأ بقى الاقوى ايه نوع الوحش ده هو بقى وحش عن طريق قوته فبيقوله لبرون ده مش وقت الهزار وبيقوله لبرون انت مصامم تسمي افعالي باللعب وبيختفي وبيظهر قدام لبرون علشان تلعب معنا انت عايز كتال ولا ايه وبيبص البعض النظرات التحدي وبيبقى كانج وسطهم وبيقعد يسبي في الاتنين انا افتقرت حاجة لما كنت بدور على السيناريو الرئيسي قصة اسم الامبراطور يسمى وهو اقوى فارس في الامبراطورية فبيقول يسمى لبرون انت قاعد في بيتكو دايما ليه يا وغد ما تقوم تشوف شغلك زي بلادمين فبيرد عليه لبرون انت عايز نشتغل وانت بتعلمني بالطريقة الوسخة دي انا بيه ابن بيه المفروض اللي انت تشوف شغلك كامبراطور وبيكمل كانج كلامه بانه كانوا بيتضربوا مع بعض عند قاعد الفورسان الامبراطوري يعنه كانوا صحاب ويمسكوا في بعض فبيقطعهم كانج بانه ممكن يمشي اه معلش نسينا انك هنا فبيرجع الامبراطور الهزق للكرسي بتاعه ويرحب بكانج انا جبتك هنا علشان عندي طلب بس للأسف ميزانية فلوسنا مش حرام فعاوزين نعرف مهرتك عشان نحللهم فبيتريع عليه كانج لانه بقى بيتكلم برسمية مش كان من شوية بتشاشح لليبرون وبيقوله النظام بان المهمة من الدرجة امي اس والهدف انك تنتصر في الساحة ميت مرة واتحقق يا معلم عشر انتصالات وربعة بس يسا انا مش طمعه كل اللي انا عايزه منك انك تطلع لمهاراتك عندك اسبوعين علشان انا طيب هتديك 15 يوم لو معرفت اشتامل نتيجة مش هتشوف وش تاني وهسيب لك البيت فبيفرح كانج اول ما بيسمع مهمة سيناريو رئيسي تاني لو تسمح لي اظهر ماراتي وبنروح ليونجو بيقوله انت عملت السيناريو رئيسي كله لوحدك طبعا الكاتب هو اللي مجابش طلب كانج انا سعيد ليج بس مش عارف اخفر غيره عنك الدنيا ماشى معاك زي السكينة في الحلاوة فبيقوله الحظ ده مهارة العبيد بس فيه مشكلة انا كنت بخطط استخدام الساحة كحدث لما تخلص مني افكار المحتوى في الاستريم بس من الاحسن نبدأ المحتوى بالساحة فبيقوله انت تعمل ايه في الكام يوم دول فبيرد عليه بانه هينشر فيديوات اكتر وهوصل للمستوى خمسين اه انا اسمعت انك قابلت يوري وجون قالوني انك تديت له مع ناصر وده بسبب ان خليتك تعيش معايا فبيرد عليه بانه مستحقوها صراحة والدنيا بدأت تتحسن معايا يا وغد ياريد نقدر نشوف بعضنا تاني عصر التشيبول بتاعك بدأ ومعنى كلمة تشيبول هي تكتل الاعمال بمعنى يعني ان كانج هيبه من الاعيان وهيبه مع فلوس ومصاري اه استنى بس وانت مش هتشوف وش تاني وبنروح لعلم ارينا وكانج ببقى شايل كتاب التحكم في السحر كفاته اف وبيزود السحر بعشرة في المية يا ريت يا صاحب تدعم نبلايك كل لايك بيسوي حياة منه اللي لايك الكتاب خد ستين نقطة سحر يلا نجرب فبيجرب كانج بس السحر مش شغال يا مولانا وبيشتغل السف وبينور زي لعب العيد فبيفرح باركو بيقعد يقول انا سياف فبيجري عليه تانجي وقول له انت قلتيني انك هتديني حاجة اه صدق نسيت ادهالك وبيطلع لقورة الدب وهتزود نقاط الحلمية بطريقة عشوائية فبيقول له قول لي يا كانج باشا وانا هدهالك فبيقعد يزيل له شوية وفي الاخر بياخدها وبيزيد مستوى البنية خمسين نوطة والكوة بتزيد ثمانية وتلاتين والحصر بيزيد مئة نوطة والى اخره فبيطلع فوق كانج وبيقول له انحيني ايها السيد الاحمق انا بقيت اقوى فبيقول له مش لسه متفيني عنك ما تقولهاش تاني وبيظهر لتانجي مهارات تانية زي سحر البر بيدرب صوائق 3 مرات وبياخد 10 ثواني علشان يتجدد ومهارة تقرب السحر من الدرجة الفريدة بيتزود السحر 20% فبيتفاجئ كانجي من اللي بيحصل لان تانجي تخطى فبيقول له بقى انها مسألة وقت والمناصب هتتغير ايها السيد الاحمق انت مستعد علشان تخدم لي بقيت حياتك وبيجهز ضربة برق بس في الاخر بياخد على عينه وبما ان هيون قرب اول ستريم ليه فهيزداد عدد المشتركين وقبنا كده ما نخش على 5000 مشترك وطلع ينزل الفيديو ساعة مكان بيحارب بيبي والفيديو جاب 500 الف مشاهدة والمنضمين للمكعب زاده بس الفيديو اللي واخد اعلى نسبة مشاهدة قال للناس انه هيطلع ستريم وقال للمشاهدين عن النزالات فبيقوله الناس في التعليقات بان زعيم الزقاق ناوي يكسب مئة مرة واربعة شكل الترتيب هيتقلب رأسا على عاقب وبنروح لكين زعيم نقابة العالم الجديد لو فاكرين فبيقوله هيكسب مئة مرة واربعة شكله مش عارف هيقابل ايه وبيطلع كين من المرتبة 17 عند توقعات عالية ليه وبيقعد تانجي وكانجي يتضربه لغاية ما بيوصل لمستوى 50 فبيلاقي تانجي هالكان وعايز استراحه فبيقوله كينجي البرق مهارة حلوة بس بتاخد سحر كتير ابسط يا عم خد لك شوية راحة فبيبقى اني خلصت اصلاح عناصري يلا على الاستريم وبينزل قدامه كين كبير وبيقوله انا من وكارت التوصيل بك يا وبيطلع جيلو تاردي ميت كل صاحب شركة نايك فبيقوله في الرسالة بان رئيسه اشتري له ده كهدية برا العقد يا ريت يا عجبك وبيطلع اللي بعته درع وبيقوله كينجي بان معدات الججوار الاسود كل الاحصيات ايش سرعة وايش قوة والى اخره الساحة محتاجة ايش مرة انتصار علشان اخدش الترتيب محتاجة اكسب تمانين مرة المركز الاول خلينا نعرف الكل اللي نرجعت زمان كان مجال الاستريم بيخرج ببطء من مجال الاعمال كان بيحصل مشاكل كتيرة بيبقى اللعبة متأخرة عن الاستريم وكانت مش بتتحل وحياتك لسه لغاية دلوقتي بتحصل بس فيش ركة تانية ظهرت فجأة واشترت كل المواقع وده مطور ايرينا مستر كيو وبيقول مستر كيو انتوا ليه بتشوفوا الاستريم من الشاشة ما تشوفوه من المكعب وبالجملتين دول عمل صروة في صناعة الاستريم ومش كده وبس لا لغوا الضراب على التبرع وهتبقى التبرعات بذهب ايرينا مش مال حقيقي الدهب ده بينافس الدولار وبينلاقي خمس تلاف شخص يعني ضيف عدد المشتركين عندي بيستنين في غرفة الانتظار ولسه اصلا الاستريم ما بدأش انا متوقعتش انه يبقى في كل العدد ده انتات نازلة تطبيلي من اول ثانية وبيخش يرحب بيوم وبيلاقي شاشات زابية تفتحت قدامه والناس عملت اتبرع بخمسمية وسبعمية او حاجات فوق فبيشكر المتبرعين وبيفتكر الكلام هيونج لما كان بيقول له انت هتوصل لما يبدأ يجيلك تبرعات كده انت هتبتدي تأسس قاعدة جمهورية وبيبدأ يتوتر اكتر لما بيلاقي خمسمية الف واحد بيتبرع له وبيقول انه هيعمل تحدي الساحة علشان ميت انتصار في الستريم بتاعه فبيتلغبت من التوتر والفرحة وبيدخل وضع الساحة وبيقول له الراوي في وضع واحد عشان تلعب في ساحة ارينا وهو نزال واحد ضد واحد وبيفضل كده واحد يعلي والتاني ينزل هي دي مباراة التصنيف ولو اللاعب قدر يعمل انتصارات وراء بعض بيعلي تصنيفه بسرعة فبيقول له اول عشرين تحدي وما تحديد المستوى في التصنيف سمعت ان فيه استريمر فاز بعشرين نزال وبدأ التصنيف من المركز 75 مع العلم ان عدد اللاعبين المصنفين عايزك تمسك قلبك من الرقم وما 400 مليون لعب في التصنيف وبيبدأ النزال الاول لكن بيتصدم الحارس من اللي بيحصل وبيخليه ينطق من قطر الخوف والقوة وبالروح لوحدة بتدخل على المدرب وبتقول له كانج هيون خده ده زعيم الزقاق هو ده الملك القتالي اللي رفض عرضنا ايوه هو فتح دلوقتي استريم هو ممكن ننفع نتعقد معه المرة دي لحسن نروح لفريق تاني هنباك مش كاف لفرينا فبيقول له اسكوتي ما تقوليش كده علشان ابوه مع فلوس كتيرة فبيترد عليه بان لو زعيم الزقاق احترف هنباك مش هيبقى كفاية ما يعرفش انه وراها هو كسب يعني قد ايه فبيتقول له كسب 40 مرة ورا بعد فبيتفزع هنباك من اللي سمعه وبيتضايق لما بيقوله نزعيم الزقاق احسن منه وبيحيي كانج المتابعين بانه وصل لخمسين انتصار وبيشكرهم انه وصله المئة مليون متابع فلوس يا عم كانج اخوك عمر مزنوه في خمسة جنيه كده فبيقول له واحد ان مشاهد الشلال من الدماء حاجة مملة جدا وانا ازاي مراحزتش غير دلوقتي عملت النزال كسفاح فعلا فعلا الامر مملة ما تدوني كده تحدي او مهمة فبيقول شخص لو عملت المهمة دي هديك مئة عملة زهبية العملة الزهبية بتساوي دولار للناسي فبيقول له قاتل بيدك من غير سلاح وبيبدأ النزال واحد وخمسين فبيقول لهم مستوى خصمي وسبعين هبقوا مقاتل في الجولة دي فاخلي بالي فبيقول له هتقتني بيدك انت بتستاه زهبية فبيهجم عليه لكن كانجي بتفادها في لحظة زهوم من خصمه انا هتفاد الهجمة الاولى وبعدها هضرب في منطقة حيوية زي القلبة والرقبة وبيطلع اسم اللاعب جاك وبتجيله حالة صعق وبيبقى كانجي ضرب فيه وهو في حالة الشنل وبيضرب جاك بالضربة الاخيرة وبيطيار الكوكب المريخ فبيقول له هاتو تحدياتكم سهلة جدا فبيقول له واحد متعلبني انا هديك مهمة مرحبا انا بقبل لكل المهام فبيقول للنظام بان شكلك ناوي تكسب المئة انتصار ولا بعد فانتوصلت للمرحلة الاخيرة درجة بلاص سي ولو قادرت اتحقق المهمة هتاخد لقب رجل المئة انتصار وانصر في بولومده طالع فيه مهمة عند الانتصار 90 فبيجيله تحدي هو لو قادر يحقق المهمة هياخد 10 تلاف يعمل له يعني نص مليون جنيه فبيدخل اللاعب فبيتفاجئ من شكل كانجو وبيهجم عليه وبيكسب انتصار ورد تاني وهو كل اللي اهمه العشرة دولار وبيوصل للانتصار 99 وبيدخل في مرحلة هسترية بسبب الفلوس وبيجي النزال الاخير وبيطلع شخص لابس درقة كبرى وبيبدأ من اول 10 مليون من التصنيف فبيخاف كانجو لان اعلى مستوى قبله كان 90 او 80% وبيقعد يقلق منه بقول شكلي لازم ان استخدم سلاحي السري وبيستدعي تانجي وبيتصرف بظرافة فبيموت البنات اللي في اللايف عليه وبيقعدوا يبعثوا تربعات لعيون تانجي وبيستغرب كانجو بان تانجي محبوب اكتر منه بقول كانجو خلي بالك من كلمك فيه ناس كتيرة بتفرج عليك فبيرد عليه هم فين انت تحكت عليها تاني يا سيدي الغبي فبيقولوا في التعليقات بانهم ادمنوا تانجي وعايزين يخلوه هو الاستريمر بدل كانج فبيتشلي كانجي لان تانجي زعي منه وبيقولوا هتزل يعززك فبيضحي كانجي بانه هايخليه يعطفوا ايه فبيقولوا انت دايما كده مش بتالف تعمل حاجة من غيره وبتزداد احصائيات كانج وبقول كده هتقدر تقاتل لخمس دقيق وبيهجوموا على بعض لكن بيبع واضح ان الكبرى متفوق على كانجي فبيقولوا ان انتهيت من غيرت عزيزات تانجي كل ضرباته قوية وسريعة الوصول للملايين محتاج حاجة اكبر من الحظ وبيفعل كانجي قوة العملاق وبيصيب كبرى ياريك كل واحد شاف الفيديو واشتريك علشان نوصل لخمس الاف مشترك وعمل لايك وتعليق وبيتفاجئ الكبرى من تضخم قوته مرة واحدة وبيستغل كانجي تشاته الكبرى وبيلاقي فرصة ويهجم عليه فبيصيبه وصابة بسيطة فبيقولوا ان اعرفت ليه المباراة تم انشاءها مع لعبا واستواك انت كويس جدا وبيرمي عملة فلوس وفقرني صاك ساحة يعني انا واحد غير صاحب الحساب بيستخدم الحساب علشان يعلم ان ترتيبه مقابل الفلوس فبيقولوا لا انا استريمر واسم زعيم الزقاك انا بستريم دلوقتي واخلصه لو خلصت عليك فبعد اذنك اخسر في ضوء وخلينا روح البيت بدري قوة العملاقة تخلص بعد دقتين وتعزيز تانجي بعد ثلاث دقائق الفوز هيكون صعب لما يخلصه لو كانت عندي مهارة تانية زي مهارة الاندفاع والضربة فبيضيق الكبرى لان كانجي بوازله الدرع وبيهجم عليه بدربة قوية جدا من شدتها بتخلي كانجي يتوتر وبيبقى مش عارف يعمل ايه وبيلاقي حل في الاخر وبيصد الدربة من الجم وبيسحب سيفه من الصدام وبيهجم على الكبرى وبيخلص عليه فبيجي له اشعارات من النظام بانه كسب وبتزداد مهارة اتقان السلاح لبلاص ايه سايد القطاع اللي ايه وبتخلص مهمة الامبراطور وبيخلص مهمة لقب راجل المائة انتصار فبيشكك الناس فيه لان ازاي شخص بمستوى 50 يكسب واحد تاني بمستوى 110 سرعته مجنونة وبيبقى كانجي تعب وبيبقى بقاله عشر ساعات فتح استريم وعاز يخلص الاستريم ويروح ينام فبياخد جرعة الفلوس بتاعته الجرعة دي بترجع له كل نشاطه حتى تانجي بيتفاجئ لان التعب اختفى منه مرة واحدة وبيقول انا خلاص هيا في الاستريم فبيخاف تانجي منه لانه مش مستوى بان فيه حاجة اسمها استريم وبيحدد معا الاستريم الجاي يوم الجمعة الساعة ستة وبيقفل الناس بيتبقى في عالم موازي عايزين تانجي وبيقعدوا يتوسروا انه يسيب تانجي وبنروح لكانجا وقاطع مياه ونور وبيحكي اليونج بان الاستريم حاجة صعبة لانه لازم ان يكون حريصه وبيعمل ايه وبيقول ايه فبيقول لي عم انت هتتعود على السريم بعد اسبوع او اتنين المهم انت مش خدت فلوس فبيرجع لكانجي نشاطه بسم الله ما شاء الله عليه كلب فلوس بيفكرني بواحد بيسجل معنا في القناة وبيفتع علشان يشوف هو جمع كام فبيقول له هو المبلغ كام فبيقول انا مش عارف اقرأ المبلغ وبيطلع كانجي جمع حوالي سبعة وخمسين الف وشوية قصور وبيقعدوا يحسبوا المبلغ وبيتفاجئوا من انه سبعة وخمسين مليون ين يعني سبعة وخمسين الف دولار بالمصر حوالي تأتي مليون اللحاجات عبيطة مبلغ خدافة يعني بعد اول استريم لكانج بيترند على انترنت اسم زعيم الزقاق انتشر بالطول والعرض وكل الشركات بيتروح له املا في الشراكة ما بينه ونفس الكلام جوه ارينا بنروح لمايلو زعيم نقابة مانو بقول له شخص بان عدد الرعيات اللي بينها بنستلمها ببيرفض العقود وبيقلله الدعم فبيقلله ازاي فبيقلله ده بسابة اللي استريمها الزعيم الزقاق كل الرعاة عايزين يوقعه معاه اه زعيم الزقاق قوللك كده تاني عن مستوى فبيرد عليه بان المفروض خمسين بس اظن ان مستوى تجاوز 53 فبيتدهي زعيم النقابة فبيقلله اما تجيبه لنقابتنا او تخلص عليه فبيقلله مفهوم وبيطلع كنجي كم بصور الامبراطور ومشوخ بباله بروح لمجموعة من الناس بطول واحدة بان النقابة العالم الجديد كانوا بيبعاثوا لبعض مهمات السيناريو الرئيسي بس دي المرة دي تلقى واحد غير مناسب للنقابتين دخل وسطيهم بان ان علاقته مع اللي برون كويسة واحنا بنعمل ايه زعيمة فبتقولله يا دي محتاجة احنا محتاجين للاقي الشخص ده والبت دي بتطلع زعيمة نقابة العنقاء الكاري هو ده الشخص اللي يقودنا للسيناريو الرئيسي بنروح لكانجي متحدس الجميع وبيبقى قاعد بقى مستمتع بالجواز ومش عارف الدنيا مجهزة له خوازيق قد ايه وبيبقى معا خاتمين وبيطلع جمع اثنين من اصل ثلاثة بيزودوه احساداته الخمسين نقطة وبيزود نقاط القوة تلتمية نقطة يفاجر والدرجة والبنية مية وتمانين والسحة مية وتلاتين ورشاقة مية وخمسين والكتال مية فبيقول له تانجي انت بتتحك كده ليه انت بتبقى فرحان لما تشوفني بقول والله تانجي دامس كينو غالبان فبيقول له اه بحس بالفرحة لما بشوفك فبيخاف تانجي من اللي بيقوله فبيكون كانجي مفكر بان تانجي محبوب جدا من الناس فبيجيبه معاه في كل استريم ولسه كمان ماخدش الجائزة من الامبراطور ايه نوع العنصر اللي هيددوني بما ان امبراطور يبقى يديني حاجة عظيمة وبالله شخص ينادي على كانج وبيقول له يلا الروح اصل الامبراطور فبيقول له ليه هنأكل واجب من اطباء الامبراطور فبالروح لاصر الامبراطور ويبقى قاعد مبسوط من كانج وبيكون كانجي في مكانه زي كل مرة فبيقول للامبراطور لسه واحش حتى بعد التعزيزات بقى انه محتاج اوصل للمستوى 200 او 300 عشان اقضى رقف فبيرميله كورة وبيقول له تدور على الدير في سحرات ارتي وبتبقى المهمة انه يلاقي الدريد والدريد ده هيدي له مهارة انا سمعت برضه بان عدد المتمردين زادت هناك عمللني اصداع اكتشف اللي تدر تكتشفه وبتيجي مهمة وهي التحقيق من الدرجة ام اس المكافأة يا جايزة من الامبراطور فبيقول له كانج وهو بيطلع في الروح خلصانة اكشف بسرعة انت ممكن تقبل من غير الضغط الكبير ده وبالروح لصحرة ارتي اللي حصل في اول مهمة السنان الرئيسي في لعبة ارينا ونفس المهمة اللي عملها هيون لما كان ملك كتالي اول قسم ساعة مكان بيقاتل العرب وبيقول العرب بيجري وهو خايف فبيسعقه تانجي وبيبقى هو وكانجي نازلين تقطيع في العرب احنا مش عارفين مكان ليبة فانضطر نمشي في السحرة دي كلها فين يا سيدي الاهبل فبيقول له قرية ليبة هناك ايه على ما اظن مدام قال على ما اظن كده يبقى مش متأكد يا عم ما تخافش سيدك محظوظ ايه يعني موتة ولا اختر شكل هو اللي لقى انا وبنروح للقرية وبيقعد الرجل اللي لقاهم يفحص الكورة اه ده رمز جلالته وده بقى بيطلع الدريد كايدر فورسان في قلعة ليبة انت محظوظ اني شفتك في دورتي ببقى ان الملك بعتك يبقى كافأك خلصانة هات المكافأة وبيديله كتاب مهارة قطع علال الامر والمهارة دي بقى يا عزيز المشاهد بتكون سيف كي منطقة الامر وأصدب الامر هنا اللي عمل لايك وخطب تعليق امر زيه وبيوصل طوله لميلين فبيتفاجئ كانجي من اللي خده فبقوله انا مكنتش عندي مهارة زي دي كده سرعة سويدية هتقل اه شاكلي تحمست الدريد نام انت عارف اي حاجة عن قوات المتمردين فبينزيه للدريد بقوله انت عرفت ازاي اشترك وامل لك علشان التنزيل ما يتأخرش الامبراطور اللي اللي دور عن معلومات عنهم فبقوله اه باين الامبراطور يسك فيك هوريه خريطة عملتها لما كنت بحقك في ارتي انا شاكك في مكان من التلاتة متعلمين عندك ايه ده قلعت ليبة واحدة منهم ايوة انا بظن الليهم مرشد هنا وإلي ما كانوش يقدروا يسراه الموان هسيب لك الحوار ده فبقوله خالصانة وبقوله يراوي بان فيه تلات اماكن بتعلمي عليهم في الخريطة قلعت ليبة وقبيل التومة وبحارة بريانج المكان الاقصر وضوح هي قبيل التومة منطقة سيد من المستوى تسعين مسكونة اغلبة عقارب وغوبلين بمخيم جنب قبيل التومة مفيش غير يعرفه لما كنت ملك قتالي او مفتاح المهمة وبالله يموصلوا لحافة الجبل وبالله يموقفينه قدام خزوق ضخم وبيشوق كمان فبقوله يا سيد الاحمق احنا ليه وقفنا هنا تانج انت بتصق فيا ابقى تتهور يا كانج وبيشيل تانج وبينط على الخزوق اللي مليان شوك وبيبقى كل اللي همه انه لو خلص المهمة هيعدي عدقين السنان الرئيسي اللي اتنين وبينزروا على الخزوق في السنتين اللي اللي فاتوا في عدد لا يحصى من اللاعبين عدوا من صحرة ارتي لكن محدش قدر يكتشف مكان الزنزانة والسبب ان منظرها مريب الصراحة وقول لي تانجي استعد فبيوقعوا تانجي يلا يا بخيل اعمل لايك واشتراك في القناة اللايك ببلاش وبتعمله كده امان لو كان بفلوس هتعمله ايه انت عبيت يا لا انت بتجي ناحية شجرة فيها صبار لا يا عم فيه زنزانة جوا واحدة منهم لا انت كداب انت كنت لسه مليان شوك من خمس دقايق انا اتأكدت خلاص انك اتجننت فبيمسك تانجي وبيرميه ناحية الصبار وبيقعد تانجي يشكر فيه وبيدخل تانجي جواة زنزانة يعني هو كان بيجرب تانجي في الصبار اللي فات وبيخش هو التاني انا ما جيتش هنا من فترة طويلة فذكرت مشاوشة بس سحل اللي هنا الصحرة المخفية وجواها صحرة تانية فبيقعد تانجي يعيط لانه كان بيجرب فيه منه الصبح والتوت تورمت فبيحاول يصلحه فقوله ما تتكلمش معي يا احمق وبيدخل طرف تاني في الحوار وهي سحلية في الصحراء فبيتفاجئ كانجي ان السحلية موجودة هنا انا مسميتش انا قبل كده في مجتمع ارينا اكتر وحش ممكن اتقارم معاها واقوى زعيم حاليا والسحلية دي نوع فرع من تنين الكمودو وده شكله وتنين الكمودو ده يا صاحبي بيقول ضحياء وهي عايشة ولسانه بيشبه التعبان وما تخافش هي عايشة عندنا في الوطن العربي المهم بتهجم السحلية على كانج بس مش مهم ازا كانت اول مرة قاتل واحدة زيها اما تانجي فبيبقى منزهل فبيهجم كانج عليها لكن جلدها سميك جدا فبيبقى كانجي مش عارف يقطعها السرعة وقوة التحمل بتاعتها على ما ظن انها في المستوى المية لو ما اجبتاش بطرقية كويسة مش عارف اختارك اشرتها تانجي لا يا عمي مش وقتك هخليك توقض على كده في 4 ساعات اه ازا كان كده فممكن اسمحلك اللي مش فهم يعني اللي بيحصل لما تانجي بياطفه كانج فهو كده بيزل كانج خدام عنده فبيعززه تانجي وبيطلع جوز بارز من الصيف وبينزل بيه على السحلية فبتجري السحلية وهي بتعيط فبيتفاجئ كانجي من النصابها ويلاقي نفس مرة واحدة تسحب وبيفضل الصيف عالق جوه السحلية وهاتك جرجرة فبيقول له تانجي انت بتلعب كارديو من غيري وانه بيخلينا لعب معك هي ازباع بين عراط البقر والله فبيقع كانجي يشكر السحلية وبيضربها الضربة الاخيرة فبيقول له النظام بانه هزم سحلية مستوى ارتفع اللعنة انا خدت انقاط خبرة كتير لكن ما افتكرش النظر اسحكها لقيت نقطة ضعفة المفروض انها هتكون اسعر في المرة الجاية لكن اكتشفت نوع جديد من الروحوش ده موضوع فيديو جديد بقى انه يخلي اليس تعمل فيديو جديد اللي هي المحرر ركزه بقى في اليوم اللي بعت فيه هيون فيديو الامبراطور هادئ ليس على نفسه عهد لو سمح له بالانتاج لفيديوهات هيون لبقية حياته ببقى لاش هيوافق طبعا وادرق انه اختار صح فبيقعد يتفرج على كانج وهو منزهل من ان كانج هزم وحشة اقوى منه وعرف كمان نقطة ضعفه انا اخترت صح بان يكون المنتج لزعيم الزقاق هو الافضل بالتأكيد انا هتفرج على الفيديو تاني قبل ما انتجه وجيه يوم الجمعة وكل ده يوم من الاستريم فيديو استياد السحليه بتاعه 12 في صبح الجمعة وكان كافي انه يحمس الناس انه تخش الستريم فبيقعدوا في التعليقات يطبلوا بانه احسن من هنباك على فكرة ممكن تنزل تطبيلي تحت في التعليقات انا برد على كله فبيبقى كانج هيموت ويشوف رد فائل هنباك اللي فاكر هنباك يقول في التعليقات واللي هيجاوب صح هطلع على الكومنت بتاعه الفيديو الجاي بتاع كانج ان شاء الله انا في حالة كويسة النهاردة ممكن اكون كمان احسن نسخة من نفسي من ساعة مباداتي في ايرينا اقترب عدد اللاعبين لخمسين الف لازم نبدأ وبيفتح لايف فبيرحب بالناس فبقول لهم زي ما شفته في فيديو النهاردة انا هغير الواحدة لاني للاقيت مكان الزعيم السحالي فبيقعدوا الناس منزينين من اللي بيقولوا لانه هيغيب الواحدة فبيقعدوا الناس يتبرعوا احنا فتحنا ميزة الانتساب بارقام زي هدة جدا ودعمك لنا هيخلينا انطورنا من محتوىنا وهيسرع سرعة التنزيل وبينكمل فبشكرهم كانج من التبرعات دي بس انا مش هادر اشوف التبرعات لاني اقوم بقاتل الزعيم فامسكوا نفسيكوا شوية من فضلكوا تبرعوا بعد مهزب الزعيم الناس بتقول اني تعبيراتي باردة فبيقولوا انا حاسس بالسوق لاني مش هادر امنحهم ده بسبب القناع يعني اللي لابسه مخب تعبيره واظيني اني مش هارف هشوف الدرداشة بارده لاني محتاجه اركز فبينطي شبيه التنين عليه فبيقولوا النظام باني تم تفعيل مهارة السيد الكتالي الى احسادات اللي تبع روح الوحش عالية الخاص ما اقوى منك اتاخذ زيادات اضافية فبيقول كانج بص يغايز على الوحش الكبير ده هموتوا في شوية ساعات انا باندل بتوع ايجيب وبينلاقي ان عند التنين نفس نقطة ضعف التنين والروحوش غالبا عندهم نفس البداية ونفس نقطة الضعف فبيفعل كانج سحر على السيف وبياخد وضع انك لميت وانهم لميتون وبيفعل معارك قطع هلال الامر فبيصل للزعيم شوية خدوش وبينط نحيته غارة التنين اللي واحد بدت وبينلاقي وصل للمستوى ستين واحساداته عالية جامد غارات الزعيم بيبقى يا مشاهد يا عسل انت معارك ضد زعيم المستوىات العالية بيتبقى في الغالب فريق مدرع والمهمون وليه اخره ولما بيكون فريق بيبقله عضو ليه دور بيقديه وبيقل المعدل الفشل ويستلاك الوقت كمان لكن لو حاول واحد يعمل غرر واحده بيفشل في الآخر لكن كانج بيفعل هقر مساندات المؤلف وبينزل تقطيع في التنين وبيطلع على ايده فبقول له جايلك ونويها وبيصيبه لكن التنين بيرد عليه بنفس ناري فبيحاول كانج يقوم النار وبيتحدي في الآخر الدنيا فبيتفاجئ الناس بان كانج لسه بقاتل بعد ثلاث ساعات ولو نجح ممكن يكون افضل استريمر في رينا لكن كانج ساعتها بيوصل ترجيزه لذروته وبيفتكر الوحش اللي كان بيقابله فأول كسب روحوا شوفوه حس بنفس الاصارة وكان موجود في الخطوط الامامية للسنائل الرئيسي لكن تذكرت الزرارات القديمة دي استيقظت مشاعره القديمة لكن في الحقيقة كانج بتبع قوته خلصت وهو بيدافع عن نفسه بمهارة قطع الامر المنة هي اللي هتحدد اذا كنت هادر اخلص على الغرة دي ولا لا لازم انا جمع كل اللي هادر عليه فبيقول تانج يشد في شعره وبقول له يعني اتبالك ثلاث ساعات انا هامشي فبيرد عليه بانه هرب يخلص على الوحش انا عارف ده بسبب ماته الالاف الغارات اللي عملتها زمان الوغد ده جاب اخره والتاني برضه فبيهرب التنين فبيستغرب المشاهدين ان الزعيم هرب وان اصلا الزعمائي يضروا يهربوا فبيستغرب كانج بانه هرب فبيبقى فوقيهم فبيقول دي الحرقة الاخيرة بيهجم بسرعة جديدة ناحي كانج فبيتفاجئ تانج وفي نفس الوقت بيدحك لانه نزل بعيد عنهم وحش احوال سبحان الله فبيطلع ضغط جديد فبيخاف تانج يقول له الغي استدعائي والنبي وبيعجم التنين وبيروح وييجي بسرعة جديدة جدا زي بار فبيخاف تانج يقول ده بقى سريع جدا انت بتعمل ايه اتحرك فبيقول الراوي بان كل اللي يبقى لها طريقة علشان تزم الزعماء بتبدأ بقراءة اماط الهجوم وبتهاجم نقاط معينة لكن كل شخص بيستخدم طريقة فريدة وده اللي بيخلى العمم بتاعه في اللحظة دي يوم كان بيستخدم كل حواسف في التركيز على حل شرفة اماط التنين فبيلاحظوا كانج في اخر اللحظة قبل ما يخلص عليه فبيتفاجئ التنين من اللي حصل وبيبقى كانج فويه كانج انت عايز ايه احنا بناهدف لنقطة الضعف اللي ورا رقابته استخدم البارق بتاعتك فبيشل التنين فبيتشل التنين وبيستعد كانج انه يهجم عليه وبيقولي هستخدم تأثير الكافز لمهارة الاندفاع في رجل واحدة واصب ببقى المانة في حالة السيف وبيهجم بسرعة صاروخية ومن قوتها بالطير تنجي ياريت تعمل لايك واشتراك في القناة لان زي ما موضوع مقاطعة القصة بيداي احنا كمان بندايق من عدم دوسك لزرار اللايك والاشتراك وبيهجم كانج على التنين كل ده حصل في ثانية وبيقول له موت فبيقطعوا كانج فيقول له النظام انك هزمت تنين السحراء المتحول ومستواك ارتفع ثلاث مرات وخدت كمان لقب الفاز بمفرده وابسط يا عم زودت لك روح الكتال عشر نقاط ومش كده وبس وخدت كمان لعب الكتال تنين السحراء ومهارة اتقان السلاح ووصلت للردبت دي ومهارة قطع الهلال ووصلت للردبت اف وبيقع كانج على الارض وبيقول له كده الادرينيين خلص التعب هيبتدي لو فقرت في الموضوع ثلاث ساعات ورابعة بيجرى عليه تنجي وبيعمل بص كده بصة بيقول له معلش نسيت اني بستريم انا تعبان فممكن اتكلم وانقعد على الارض فبيقوله الناس بان زعيم الزقاق ده مش بشري زعيم الزقاق واحد تنين السحراء صفر وهاتك يا تبرعات انت ايوها السيد الاحمق هتخليه نركب على كتفك زي ما اتفقنا واحد واحد كله هياخد نصيبه الناس عجبوا بستريم النهاردة انا تعبان كنت مركز لمدة تلس ساعات بس بيتلع خات جواري تنين السحراء الدرجة فريدة وبتزود السحر والاحتمال 100 نقطة زايد نفس نار بس بياخد 24 ساعة علشان يتجدد انا هنظم العناصر اللي خدتها واروح انام فبيقول له واحد ليتك يا زعيم الزقاق ايه ده هو المحبين بيدوروا علي انا حاسس بالاسف ان كنت جيتوا كل المسافة دي احنا مش معجبين احنا نقابة مانو عندنا عرض الليك انضم لنقابتنا نقابة مانو هي ايه دي انت ازاي مش عارف اسم نقابة كبيرة كنقابتنا بس خلاص انتو مش معجبين ولا انقابة تغيرها لا لا انا مش فاهم حاجة انتو بتتكلموا بالطريقة الوسخة دي كده انا مش عارف نقابة مانو دي اصلا ومش عايز انضم متأكد انك بترفض معندناش حل تاني للأسف بيخرجوا اسلحتهم فبيقول دولاي حاولوا يقتلوني بالنظر لمعداتهم بقى انهم في المستوى المائة وعشرة وانا ممكن اقضى عليهم وانا مرهق كده فبيجي واحد تاني بقى انك في موقف مهرج يا زعيم الزقاق فبينزل وقول اخيرا لقيت حاجة عاملة انا سعيد اني شفتك يو جنهو مرافق من نايك فبيتفاجئ كانك لما يعرف انه مرافق فبيفتكر الشخص اللي كلمه عنه كيل فبيقول له اه اللي بينضى فورا اللاعبين النجوم لما يتهجموا واو بيقفوا مشكلة يعني تقدر تقول زي مربي اطفال فبيعرفوا واحد بان في ناس بتدقيق عميلنا العزيز هطلب منك بكل لطف انك تمشو فبعد اذنكم محدش اقرب من عميلنا العزيز فبيقول له غور احنا عندنا شغل مع الزعيم الزقاق تقول اتنين هتموتوا ياريتهم كانوا قبلوا عرضي من فضلك سيب لي الحوار ده في تسعة منهم مش هخليك تستنى كتير هم تلت دايق فبيتفاجئ ابوازنت خين انه تشرح بان منجو عالي وبيقول الاول وبيتفاجئ ابو شعر اصبر فبيقول له وانت قيد الفريق صح فبيقطعه فبيخاف البلاقي لما بيشوفه اللي حصل انا اسمعت ان نقابة مانو كبيرة ومشهورة بتسائل عن الحزل اللي يجي لعضاء النقابة لما اسمع خياراتك ايضا فبيقول كانج نايك قالتلي انه ما يبعته شخص جامد بس كنت عايز اعرف هو جامد في ايه طلع قوي جدا مستوى اعلى من مستوية لكن لو كان في نفسي مستوية فانا مش هخسر قدامه وبينلاقيه ماسك في زمارة واحد منهم وبيعتزل لكانج انه سابه يستنى فبيقول له مهاراتك جامدة يعني شكرا بس بقى عشان انا بتكسف بقين ان المستوىك مرتفع جدا اه انا حاليا في المستوى المئة وسبعين انت مصنف ما كنتش عارف ان المصنفين بيشتغلوا الشغل ده فبيتحك وبيقول له ان المستوىات ما بتحطش الاكل على التربزة لو ما قدتش اجمع فلوس علشان العيال هتطلت من البيت انت عارف اللي بحس به مش كده فبول كانج هو ده اللعب الحقيقي معتزلش علشان يكون عياله فبيقض يحكي معه انه مبسوط بجوازه الراجل ده كده بقى دي الدنيا قبيلة التومة ضيعت وقتي دورت عليهم لايام بعد غارة التنين لكن لقيت الغبلن اللي ظهره معرفتش حتى لقى قوات المتمردين اتمنى انه نقدر لنايا حاجة في بحاية بريانج يا سيدي الاحمق اموت من الحر انت ليه استدعتني طالما مفيش كتال والله يا اخويا تانجي بحس بالمالل يرديك اتكلم مع نفسي فادقى له واحدة من دابي و دابي و ايه انت استدعتني عشان تخلييني عاني السابق التافه ده فبيقعد كانجي يمثل انه بيعيط و يتمسكن عليه بس بيلاحظ اثار رجلين الحق اثار عربية استنى انت تلغي عاية الاستريم بتاعي و ده بيطلع استريم ارصيني اسمه تيان هو اهل مقر عندنا تعبان فمن فضلك شيل اعلاناتنا من الاستريم فبيقول له مش عايز فلوس خليني بس احط اعلانات البورش في العرض لأ الراساء قالولي ان زعيم الزقاق هيكون ملاعم اكتر لصورة شركتنا انا اسف على ده سلام فبيكسر التليفون وهو مش ملاعم للصورة زعيم الزقاق انت قلت لي بان اسوأ من المستجد فبيضحك حد وبينادي عليه وقول له انت قلت دلوقتي زعيم الزقاق مش هو المبتدر الخارج المشهور ده الشخص اللي فاز بميت انتصار روعة ليه وشي بارش انسحبت من العجب هو ده بسبب انهم عايزين يوقعوا مع زعيم الزقاق بداه باقي ان هم ما فاهمين بان المستجد ده احسن من افضل لعب في الصين ما عندهمش نظر كويس انت عايزنا ساعدك فبيقول له اكون شاكل لو قيدت نقابة الجربيع مساعدتي هبعت رجالي معاكو لا مش لازما ده احنا اخوات يا راجل سيب لي انت بس الحوار ده وده بيبقى مدير تنفيذي لنقابة الجربعين اكبر نقابة في ايرينا ليه وشي بيبقى كانجي لسه ماشي ورا الاثار ويقول بان الاثار بتخلص هنا باقي اين اهو زي شجرة الصبار هو ده المكان اللي بيستخبه فيه لقيت معاكو المتمردين فبيدخل كانجي معاكو معاكو التدريب هو حاجة مجازية لو كانت قرية او قلعة وانت اصدق يا دين النبي كل دي اسلحة وجرعات هم بينقلهم دادات ولا ايه بس ليه مش بيتقال باني خلصت مهمتي هو في ايه تاني لازم انا حقك فبيكتشف واحد بقول له انت بتعمل ايه جنب العربية ايه ده هو ده دوب هو انت ايه ده تلمز بيرون نيم اديل انا اسمات الاسم ده قبل كده اللي مش فاكر ده الساحر الاسود المبتدى اللي كانجي خلص عليه ايه انا تلمز اديل وده الدوب هو تحفت حياة الوهب بيبي فبيحاول تانجي يتكلم بس كانجي عارف انه هيخرب الدنيا فسكته هو ده بيبي فبيخلع تانجي من ايد كانج وبقول له يا انسان انا تانجي ومش بيشوف بعدها حاجة غير قبضة كانج اه انا جيت هنا عشان ايه بيت سادي بيرون بيهتم بالوهب في سجن الجيش هيكون سايد لما يارف انك هنا اه شكرا لك شكرا يا اديل ما كنتش عارف انك عندك النوع ده من العلاقات وفي الوقت اللي كانجي بيتكلم فيه تانجي عمال يضربه ويعضه وهو بيعيط وبيقول له لا تانجي مش بيبي وبينلاقي شخص فيه مبنى المراقبة فبيتكلم حده وبيقول له اه صح انا شايف ده انت بتقول ان المملكة تدخل ايوة لازم ان ننجز بسرعة اجمع كل الصحراء الصوت في الجنوب وده بيطلع صاحر متقدم وهو راجل اللي كان بيتكلم عليه بيرون وبيقول بالنساء ده قلعة ليبة هينضم لينا خلال ثلاثة ايام هنبدأ في مهاجمة قلعة ليبة باشارة منه اه الدنيا ماشية ازاي ما تخافش انا جمعت مئات من الوهب والاموات الاحياء تبنى لك التوفيق وبيبقى كانج بيتنصت عليه من السلم فبيلاحظه وبيغم عليه انت مين وبتقعد الجماجم تدور فمش بيتلاقي حد انا حاسس ان حسيت بوجود حد ممكن اكون غلط في الوقت ده بيكون كانج بيجري لان المهمة تمت كنت هتقفش طلع سيد قلعة ليبة خائن يا وضيع ثلاثة ايام لازم اتحرك فيهم بسرعة فبيغبط في حد وبيوعوا هم الاتنين فبيلاحظوا الامن اللي حصل هخرج من هنا ازاي فبيلاحظ قسم الصيف انتو الاتنين وروني يوشكو فبيقول كانج ما عندش خيار غير القتال فبيمسك القسم وشه وبيغبطه في الارض شكله هيوقده وبيعتزب بانه مساعده واقع الاسلحة اسف على الازعاج اه انتكز من مصنع الاسلحة بطل دوشة طيب ايه ده شخصية غير اللعبة غطت علي بقولك انت جبت السيف ده منين اللي فاكر بان اسم السيف ده هو القزم فبيروح للورشة بتاعته وبيقعد يضحك وبيقول له هو ده من اللي اللي عملته باستخدام سيفي ما قدش متوقع باني عليها حد باستخدام سيفي علشان كده خطفت المتمردين واقبرتوكوا على صنع السلاح انا بيشم ريحة مهمة انا مغامل انا مع الجانب التاني من اللي خطفكو لو كنتوا عايزين تعيشوا هربوني طمام ههربك مش فكرة واحشة برضو فبيقعد يتجدر مع الجنبه بان المتمردين قالولهم بانهم هيماشون بعد ما يخلصوا فبقول له انت فاكر انهم هاي سيبونها كده انا بقى بالعرضك لكن ما ينفعش انسيب الاسلحة بتاعتنا هنا مش هادر اسيب عيالي ورايا وبيبقى الكزم من قبيلة السندان الاحمر وبتبقى مهم الكانج انه يهرب الكزم المهمة من الرد بيه والجازة هي مهمة من قبيلة السندان اول ما بيشوف الجازة وفي مهمة تانية بترددول الروح علشان ياخد الجازة الاخيرة خلصانة سيبهم لي بس في حالة امبراطور يسمى بتبقى النائبة ورئيسة نقابة العنقاء قاعدين متوترين لان نقابة العلم الجديد موجودة معهم فبتقول رئيسة النقابة انت انت عايز نام المهمة دي مع بعض فبقول لها كيم باني قلت ماشي هتسأل السوالدة كم مرة معلومات السيناريو رئيسي سرية جدا حتى مع النقابة عارفة بان النقابة العلم الجديد قدامنا من حيث السيناريو لكن مش عارف الهدف انا حط عيني على هدف وهو توسيع الفوجة بين النقابات التانية مش احنا برضو في نفس القارب وفي حاجة تانية وبيطوح مخاط بيفكرني بيامي من بلاك كروفر انا سمعت ان نقابة العنقاء هي رئيسة زقاق المطاردة فبيقرافهم اللي ترمى عليهم انت بس يدك علي واحنا هنساعدك انتو عارفين اللي بقوله صح وبيحاول يعمل عزر عشان يعمل حرب بين النقابات بس مكنتش عارفة بان رئيسة زقاق المطاردة ليه صلة بنقابة العلم الجديد لو بقوا ضدنا هتفشل نقابتنا ايوة فهمة فبيهزقها بانها جبانة وملة وكانت اخبار نقابة العلم الجديد ونقابة العنقاء بيشكله تحالف بيفجر مجتمع الساحة وتبقى فيه تعليقات بتهين في نقابة العنقاء بانها بقيت تابعة على العلم الجديد لكن كان فيه فيديو معين صدم مجتمع الساحة كلها فبيجري الناب على الرئيس فبيقول له ما لك تعمل كده ليه هو انت ما شفتش الفيديو اللي تعمل على المجتمع زي من الزقاق اللي عنده فباللاك انجي صور فيديو وبيقول بانه لاحظ ان النقابات الكبيرة بتحاول تحتكر السنان الرئيسي انا عارف ان فيه كتير منكم مش عارف يعمل ايه بس انا شيل لكم حاجة هو انا هشارك المعلومات اللي عندي عن السنان الرئيسي لو كنت مهتمة على قلعة ليبة في خلال 3 ايام هو اخويا بيكشف عن المعلومات الغالية انت بتخطط لايه ما تنسيش تيجو كمان 3 ايام وبيروح لقلعة الامبراطور هو بيقول له انت لقيت حاجة فبيقول له اه لقيت مخايم المتمردين في صحرة ايرتي كانوا مستخبين في بحارة بيريانج هم يخبوا المدخل باستخدام السحر وانت مستريح كده ليه في الاعدة دي فبيقول له ده في فضل جلالتك الامبراطوري اللي عنده يدير لنحرر الاقزام المقصرين واحنا بنتسلل وكده اطعنا عنهم مصدر تزويدهم بالسلاح طب انت لقيت حاجة بخصوص الخان كنت رايمون كان معهم استعداداته ما تخلص قريب وهيهجوم مجوم مفاجئ على القلعة كمان 3 ايام فهمت انا كنت باعت مغامرين كتير علشان يجبوا لي معلومات لكن انت الوحيد اللي نجح في ده فبينجح في تحقيق المتمردين وبيلاقي جسمه بقى خفيف انا عندي بس طلب اخير عايزك تساعد التريد على صد المتمردين في الغرب فبياخد مهمة تانية وهي الدفاع على قناة ليبة والمهمة من الدرجة ام اس والمكافأة هي مساهمة امبراطورية وهياخد عنصر فريد فبيقول له خلصانة وبيبقى فرحان بان المهمة الاخيرة وياخد كمان عنصر فريد وبيظهر البوستر بتاع تحالف النقابتين فبيخاف كانج لما يارف انه كيم هو رئيس النقابة لكن لو كانت مهمتهم في قصر كسير اللي هو جنوب وانا المسؤول في قرية ليبة غرب عندنا عدد ولال جدا ازاي اعمل مهمة على مستوى النقابة الوحدي فبيفتكر حاجة اقدر اعمل لو نشرت فيديو هيكون كافي بما اننا هناخد علاج كبير من الناس فبيعوضوا الناس يسيحوا مع بعض وكده انتشرت المعلومات اللي انشارها هيون وده خلاها يكون مشهور جدا والنموه ده كان ملحوظ جدا وبيبقى وصل لمتينة اربعة اتتين الف يعني حوالي تسعين ضعيف عدد المشتركين في القناة وبيقول كمان انا عندي كده ضعيف عدد المشاهدات ومال مية وثلاثة لو شاف عدد المشاهدات ده يعمل ايه فبيرحب بالناس النهاردة هنتكلم عن السناني الرئيسي اللي كنتوا بتتكلموا عنه فبيكتب له حد بان دي كتبة فبيقول له لا اكيد مش كتبة هيكون في حصار عند قلعة ليبا النهاردة المهمة هي احمي قلعة ليبا من قوات التمرض لسوق الحظ ما دلتش هشارك المهمة بنفسي بسبب طريقة عمل النظام فدها تكون اول مرة فقلت اشاركها معاكم فبقول له حد انت بتطلب المساعدة لانك مش عايف تتخططها فبتنزل بقيت الناس سلخي فيه فبيفرح كانجي من اللي حصل ده لو كنت عامل المهمة دلوقتي فبينلاقي الحراس مأتوله وبينلاقي الشخص اللي قابله كانجي في القسم اللي فات وبيقعد يشتف رايمون انت ازاي قدرت تتمرد على جلالته انت هتفهم ازاي الامبراطور اللي كان واصق فيك انت مش هتفهم يعني سبب تمرده تافي جدا تقدمه فبيقعد كانجي لابس نقطات السينما وبيقل في شارك وكنه فيلم فبش بتصدق الناس اللي بيحصل وانهم بيتفرغوا على الحدث ده ببلاش فبينزلوا طحن في بعض وعم كانجي هات بيتفرج انا عارف ان المشاة ده مبرمج لكن بيفضل حاجة مسيرة مفيش اهتمام الدريد ده مجنون بالمعدل ده هيكسب قاتل بقوة يا كونت فبيهزم الكونت اتنين وبيتوجه ناية الدريد فبيقوله لو لك انت فبيتصدمه بع بعض حتى لو كنتش انا كان عيبة فيه حد تاني يواجهك فبيقوله انت مكنتش ادخلت يا الدريد هتفضل قديب تتظهر بينك شريف كنت اتامي النفس اللي انا عملته لو كنت مكاني فبيتفوق الدريد على كونت وبيهجم عليه من كوت الهجمة بيكسر صيفه بيقوله انا مزاق وبيتصاب الكونت انت ازاي بتتجره على ناط اسم صاحب الجلالة في بقك النجس ده فبيقوله كانجي يسقف له فبيقوله هيون شكرا على سماحك ليا لكن انت ليه بتلبس قناعة فبيقوله ده جزء من ديانتي فالناس بيتبقى بتضحك عليه احنا اكتزنا المرحلة الاولى كل اللي اتبقى لنا هي قوات الاموات الاحياء انا محتاج مساعدتك ممكن تحمي قلعة ليبة معي اخيرا درجة في نفس الوقت بيبقى فعلا في ناس جمب بس بيبقوا خايفين من الهاكل ما تكسرش تعمل لك وتشترك في القناة الحاجة دي مهمة لنا جدا وبتشجعنا والتنانين كمان فبيلاحظوا الحراس المراقبين حاجة وهي الالف مؤلف من الهاكل حتى جانكي منزل من العدد ده في كتير منهم تلاقي في عدد اكتر مما توقعت فبيقوله الادريد انت الان علشان الفوز هدفنا هو فوز الوقت لبرونو فورسان كيون هيكونوا قوة قتلية الحقيقية للفوز انا مش قال الان خالص الان بس بسبب حاجة تانية انا متوقعت انه هيجيب عدد كبير من الناس مش هيسيبولي وحش اصطاده فبيبقى من جهة المغامرين ومن الجهة التانية جيش الوحوش ابدأ وبيتحرك جيش الهاكل فبينزل الادريد للمساندة وبقول للحراس اضربوا نار فبيستندوا وبتبقى الدنيا اخر بهذلة تببا هم بالقوة دي ليه على الرغم منهم جنود مائتين قصفناهم بالسح لكن مفيش فارق كبير عددهم في ازدياد والكور الرئيسية وراه مش عالف اذا كنا هنقدر نستعمل اصول فورسان كيون فبيجي حد من وراه وبيفعل قوته فبينلاقي مئاتة حركة بعد اتحرك رئيسهم لدرجة انهم بيتخنوا مع حرماتي الكيل انا براهن ان مستويه يرتفع مرتين النهاردة عفريتي الزومبي دالية وبيبقى الدنيا مش فاهم ايلا بيحصل وبنشوف ماموس وبيبقى عدد جواز عامهم بيرون وبيبقى قاعد منداش لان مش هي دي الخطة كانت الخطة هي ان رايمون يفتح البوابة وكنا زم الناس تولينا على القلع هي المعلومات الصرابة تيمتا تبا ليهم اضرابوا واصحقوا المغامرين انا حسبت ان السيناريو الرئيسة هيبقى صعب لكن طلعوا سهل ايه ده دواير سحرية على الارض في حد هنا فبتخرج ايه دي عملاقة بتمسك فيه وبيطلع من الدواير دي وحوش ضخمة وبيفعص الفارس فبيخاف المغامرين من الوحوش عمالة تطلع فبيهجم الدريد على واحد منهم فبيقولهم سيبولي العفريت فبيمسك العفريت الديناسور اللي هراه وبيستخدمه قصيف وبيشيل بيه المغامرين من على وش الارض فبيقول الدريد انا خصمة فبيهجم عليها بعدة ضربات قوية فبيضرب بديله لكن الدريد بيصدها وبيبقى مش عارف يعمل ايه عدى ساعات على بداية الحرب وبيتش يادر حرق جسمي بس لو سقط دلوقتي هيتم الاستلاع على القلع لازم انه بقى ثابت مهما كلف الامر وبيضربه العفريت بضربة قوية لدرجة ان الديناسور مات ولما بينقشع الغبار بيبقى الدريد للسواقف وبيبقى صيفه تقسم لنصين طالما للسواقف مش هتتقدم خطوة فبيهجم عليه بضربة تانية على عكس اللاعبين اللي تقدر تنعيشهم لما يموتوا لان الشخصيات الغير لعيبة في المهمة ملهمش تجديد يعني موت الشخصيات الغير لعيبة هو النهاية فبيتأسف الديريد ليسمى بانه هيمشي لكن بيهجم على حد من العمالكة بيقطع له ايده فبيقعد الديريد مصدوم من اللي حصل وبيبص مين اللي انقذه بيطلع كانجي وتانجي اتحرك يا الديريد انا اهتمي ميك وبيضربه ضربة قوية جدا بالطير اللي عملك في الهواء فبيبقى الديريد مش مصدق عينه لاني وللأسف كده يكون الفيديو خلاص لو عايزين الارك التاني حط لايك واشتراك في القناة وبيس يا مان